أعزائي المشاهدين سلام الله عليكم هذه هي الحلقة الأولى من البرنامج الجديد يسألون والمودة تجيب وهو من اسمه برنامج نستعرض فيه مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا من الإخوة والأخوات المشاهدين ونحاول أن نعرضها بين يدي سماحة الشيخ الغزي ليجيب عليها إن شاء الله سيكون هذا البرنامج حلقة من حلقات التواصل بيننا وبين الإخوة المشاهدين حيث سنبدأ إن شاء الله باستقبال أسئلتكم على الموقع الكتروني للقناة والذي سيبدأ قريبا بعون الله ثم نحاول أن نعرض هذه الأسئلة في طوايا حلقات هذا البرنامج إن شاء الله نبدأ حلقتنا بالسلام على سماحة الشيخ السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ لمجموعة كثيرة من الأسئلة موجودة لدينا سنحاول أن نعرض منها ما يسمح به وقت البرنامج إن شاء الله أبدأ هذه الأسئلة بسؤال ورد إلينا حول ندوة فكرية عقدت مؤخرا في مدينة لندن حول الرؤية الإسلامية للفن عرضت في هذه الندوة مجموعة من الأراء المختلفة والمتباينة وبعض الإخوة المثقفين لم يجدوا جوابا شافيا لسؤالهم الذي يطرحونه بين يديكم وهو ما هي الرؤية الإسلامية للفن أو للفنون بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعالي محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم الموضوع هذا موضوع واسع ومضطرد والكلام فيه يحتاج للحديث عن عدة جهات قطعا الكلام عن رؤية إسلامية للفن أو للفنون هو ليس كلاما في مسألة فقهية أو في مسألة شرعية هناك جانب قد تتناوله المسائل الفقهية والمسائل الشرعية وأعتقد أن الفقهاء في باب ما يسمى بمستحدثات المسائل بيّنوا جانبا من الأحكام الفقهية التي تتناول بعض المسائل وبعض الأمور التي تتعلق بأنواع الفنون وبأشكال وأساليب الفنون في زماننا هذا وأنا لا أريد تناول هذه المسألة وإنما الكلام إجابة لنفس السؤال وهو الحديث عن رؤية إسلامية للفن أو للفنون الحقيقة بحسب ما أظن أنه لم تكتب أو لم تطرح لحد الآن رؤية إسلامية للفن أو للفنون بنحو مفصل وبنحو دقيق نعم هناك دراسات كتبت وهناك بحوث ومقالات نشرت تتناول هذا الموضوع لكن لا توجد هناك رؤية شاملة لأننا حين نتحدث عن رؤية إسلامية فذلك يعني أننا نملك منظومة فكرية متكاملة في هذا الباب أو في هذا الخصوص لأن الحديث عن الفن وعن الفنون يدفعنا للحديث في عدة جهات مثلا من هذه الجهات التي لا بد أن نتحدث فيها أو لا بد أن تتناولها الرؤية الإسلامية أو الرؤية الفكرية لأي اتجاه من الاتجاهات الحديث عن الجمال والإبداع وهما الجناحان أو البابان الذان من خلالهما تخرج إلينا الفنون قطعا حين أتحدث عن الفنون فالآداب داخلة في الفنون حينما نتحدث عن الفنون فإن الآداب هي باب من أبواب الفنون فحينما نقول الفنون فالآداب داخل تحت هذا العنوان الآداب بأشكالها فالكلام هنا عن الفنون وعن الآداب الفنون والآداب إنما يخرجان إلينا من خلال بابين باب الجمال وباب الإبداع فحينما نريد الحديث عن رؤية فكرية بأي اتجاه والكلام هنا عن رؤية إسلامية لابد من الحديث عن الجمال وعن الإبداع وقطعا الكلام هنا عن الجمال وعن الإبداع سيدخلنا في بحث فكري عميق فهل الجمال هو علم من العلوم كما يقال علم الجمال مثلا هل أن الجمال هو علم من العلوم فإذا كان الجمال علما من العلوم فلابد من وجود منهج علمي معين ولابد من وجود أساليب للبحث ولابد من وجود معيار على أساسه تقيم النتائج العلمية لهذا العلم هناك من يقول بأن الجمال بأن الجمال علم خصوصا في وقتنا الحاضر في العصور المتأخرة العصور المتأخرة للفكر الإنساني يعتقدون بأن الجمال علم من العلوم وهذا كما قلت قبل قليل يترتب عليه أن الجمال سيكون له منهج علمي ويترتب على هذا المنهج العلمي أن هناك معايير وهناك أسس وهناك قواعد وهناك أسباب من خلالها نتمكن أن نشخص القيمة الجمالية لكل ما يوصف بالجمال من خلال موازين محسوبة في ضمن مناهج هذا العلم وهناك من يقول بأن الجمال هو فلسفة فلسفة من الفلسفات وفعلا هو في التأريخ القديم كان الجمال البحث في الجمال هو من أبواب الفلسفة وأنا أميل إلى هذا الرأي حقيقة وإن كنت لست من المهتمين أو لست من المشتغلين كثيرا في هذا الموضوع لكنني من خلال مطالعاتي أميل إلى هذا الرأي إلى أن الجمال هو باب من أبواب الفلسفة مثل ما الآن العلوم الأكاديمية الموجودة نشأت لها فلسفة سميت بفلسفة العلوم وهي غير المصطلح القديم الذي كان يطلق على الفلسفة البحث في حقائق الوجود الآن هناك فلسفة تسمى بفلسفة العلوم وهي الفلسفة أو العلم أو الحكمة قل ما شئت أو هو التخصص الذي على أساس قواعده وقوانينه وعلى أساس منهجياته تقيم درجة القيمة المعرفية لهذه العلوم وكذلك تقيم النتائج التي تصل إليها العلوم الأكاديمية والعلوم المختبرية من لحاظ فلسفي فهناك فلسفة للعلوم تسمى بفلسفة العلوم كذلك الفنون والآداب أظن لا بد أن تكون لها فلسفة وهي فلسفة الجمال فهنا إذا أردنا أن نصنع رؤية إسلامية أو أن نستنبط رؤية إسلامية من خلال النصوص الإسلامية أو من خلال التجارب الفكرية الإسلامية عبر التأريخ أن نستنبط رؤية إسلامية لا بد أن يكون لنا تقييم لنظريات الجمال لنظريات علم الجمال لنظريات فلسفة الجمال ولتحديد ما هو الجمال وكيف يكون الجمال ومن أين ينبع الجمال الجمال إن كان في الفنون أو الجمال إن كان في الآداب وطبعا الإبداع أيضا لا بد من دراسته وأنا لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل لأن الجواب سيكون طويلا جدا فالجمال من أين ينشأ هل ينشأ الجمال من الطبيعة أم ينشأ الجمال من الإنسان الفلاسفة يختلفون في هذا الفنانون يختلفون في هذا المبدعون يختلفون في هذا هناك من يقول بأن منشأ الجمال هو الطبيعة هو هذا العالم الذي حولنا فإذا كان الجمال منشأه من هنا فلا بد أن تكون لنا مقاييس وأسس وقواعد لتشخيص هذا الجمال وفقا للمنشأ الذي نشأ منه ووفقا للمنبع الذي نبع منه هذا الجمال أما إذا كان القول وهو قول آخر لبعض الفلاسفة لبعض الفنانين لبعض المبدعين أن الجمال يخرج من الإنسان وإن الأعمال الفنية والأعمال الأدبية منشأها من داخل الإنسان الإنسان هو الذي يصمم صورة الجمال الإنسان هو الذي ينشئ ويبدع معاني الجمال وهنا تلتقي دراسة فكرة الجمال مع دراسة فكرة الإبداع كما قلت قبل قليل بأننا حين نريد أن نتكلم عن الفن قطعا الكلام بهذا المستوى إنما هو فيما ورائيات الفن ليس الحديث هنا عن مصاديق الفن الذي يمكن أن أعبر عن بالفن السلعي كسلعة للفن هناك الفن الذي هو سلعة تباع وتشترى ولها أنحاء كثيرة وقطعا أقصد من ذلك ما يسمى بالفنون وما يسمى بالآداب سواء كان من الفنون القديمة أو من الفنون الحديثة التي استحدثت في العصور المتأخرة للفكر الإنساني يعني مثلا السينما فن من الفنون هو فن مستحدث وليس فن قديم وحتى في الآداب هناك آداب مستحدثة هناك فنون قديمة وهناك فنون مستحدثة هناك آداب قديمة وهناك آداب مستحدثة وطبعا هذا الاستحداث في الفنون وفي الآداب مرده إلى الوسائل وإلى الآلات التي توصل الإنسان إليها حتى على سبيل الفنون القديمة الفنون القديمة أيضا تطورت الفنون الحديثة مثلا السينما قطعت أشواطا كبيرة وحتى على مستوى الآداب الآن الآداب التعبير الأدبي إن كان شعرا أو إن كان نثرا تطور تطورا هائلا هناك تطور كبير الآن في مسألة اللغة وفي استعمال اللغة وما يقال لها الألسنيات هناك تطور كبير وهائل في هذا الباب وفي هذا الجانب بل في بعض الأحيان قد لا نجد تشابها بينما وصل إليه الفكر الإنساني في العصور المتأخرة وبينما كان عليه في العصور السابقة في العصور القديمة على سبيل المثال مثلا اللوحات في الفن التشكيلي بعد أن اخترع الإنسان الألوان الزيتية تبدلت اللوحة التشكيلية بشكل كامل قديما لم تكن هناك ألوان زيتية الألوان الزيتية اخترعت في عصور متأخرة حين اخترعت الألوان الزيتية تغير شكل اللوحة التشكيلية كذلك في العصور القديمة مثلا اللوحة التشكيلية باعتبار أن اللوحة التشكيلية هي سطح مستوي من السطوح نحن عندنا في الهندسة وطبعا هناك علاقة وثيقة ما بين الهندسة وما بين علم الجمال وقديما كانت الهندسة أحد فروع الفلسفة وكذلك الجمال كان أحد فروع الفلسفة نحن عندنا في الهندسة عندنا خطوط وعندنا سطوح وعندنا أجسام الخطوط هي التي تقبل القسم في بعد واحد في بعد واحد يبتدئ من نقطة وينتهي بنقطة ما كان بين نقطتين وهو قابل للتقسيم هو هذا الخط أيا كان شكل هذا الخط كان مستقيما منحنيا أو أي شكل آخر السطوح السطح في الهندسة هو ما كان يقبل القسمة في بعدين يعني في الطول وفي العرض اللوحة من هذا النوع حينما يرسم الرسام الرسم فإنه يرسم على سطح طبعا أنا لا أقصد الشكل الجسمي للوحة الشكل الجسمي للوحة اللوحة يمكن أن يكون لها طول وعرض وارتفاع كجسم اللوحة لكنني أتحدث عن السطح الذي يتم الرسم عليه السطح الذي يتم الرسم عليه إنما يتألف من بعدين من طول وعرض ليس فيه بعد ثالث فقديما في الفن التشكيلي لا توجد الرسومات ذات الأبعاد الثلاثة لما تطور الفكر الفني باعتبار أن الخطوط المتوازية لا تلتقي هكذا يقال في الهندسة بأن الخطوط المتوازية لا تلتقي تبقى مستمرة إلى المالا نهايات لا يوجد التقاء بين الخطوط المتوازية في العالم الواقعي في العالم الرياضي في العالم الرياضي لا يوجد التقاء للخطوط المتوازية وإنما تبقى تمتد وتستمر لكن بعد أن تطورت الرؤية الفنية عند الفناني التشكيلي توصلوا إلى أن هذه الخطوط المتوازية كلما ابتعدت عن المشاهد في الأفق البعيد فإنها تكاد أن تلتقي في عالم الخيال وكأنها تلتقي اكتشاف هذه الظاهرة في عالم الخيال ليس في عالم الواقع اكتشاف هذه الظاهرة أدت إلى أن اللوحة صار لها عمق مع أنها سطح فلما صار لها عمق أمكن للفنان والرسام أن يرسم رسوم ذات أبعاد ثلاثية كذلك مثلا تطور الأساليب في عملية التعامل مع مناطق الضوء والظلال في اللوحة هناك الآن تطور هائل في هذه القضية قديما يعني كانت القضية بسيطة جدا قضية التعامل مع بقع الضوء والظلال مناطق الضوء والظلال في اللوحة الآن تبدلت الأمور هذه التقنيات حينما تطورت تطورت الفنون وحين تطورت الفنون ظهر الجمال أكثر هذا الذي دعا أصحاب النظرية الثانية الذين قالوا بأن الجمال يخرج من داخل الإنسان ولذلك نحن إذا أردنا أن ننشئ رؤية إسلامية للفنون لا بد أن نضع أفكارنا وأن نحدد نظرياتنا بخصوص هذه الأمور حتى تكتمل لنا رؤية إسلامية أنا هنا لا أريد أن أضع رؤية إسلامية قلت هذه مسألة واسعة إذا أردنا أن نضع رؤية إسلامية متكاملة فنحن بحاجة إلى منظومة كبيرة منظومة فكرية منظومة فكرية تتناول دراسة تأريخ الفنون وتأريخ الآداب وكذلك تتناول دراسة النظريات التي توصل إليها الفكر الإنساني إن كان في الآداب وإن كان في الفنون وبعد ذلك يمكن أن نصل إلى نظرية تتوائم مع الفكر الإسلامي ربما مثلا من خلال مراجعة النصوص الشرعية مراجعة النصوص القرآنية مراجعة كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ربما تنشأ عندنا نظرية ورؤية أخرى بأن الجمال من شأه من الطبيعة ومن الإنسان وهذا واضح في النصوص أنا هنا لا أريد أن أتناول هذه القضية أنا أشير إليها إشارة ربما قد يستفيد منها البعض ممن هو متخصص في هذا المجال هذا الأمر ليس من اهتماماتي وإنما الحديث عنه جوابا لسؤال قد تكون الرؤية الإسلامية أن من شأ الجمال يكون من الطبيعة من الوجود الذي حولنا ومن نفس الإنسان ولا يوجد هناك فصام أو انفصام بين الطبيعة وبين الإنسان فأن تكون هناك نظرية بأن من شأ الجمال هو الطبيعة أو أن تكون هناك نظرية بأن من شأ الجمال هو الإنسان النصوص الدينية الموجودة عندنا التي تتناول هذا الجانب الفكري أو الجانب الفلسفي الجانب العقائدي في النظر إلى الإنسان بما هو إنسان وإلى ما حول الإنسان الوجود الذي يحيط بالإنسان فإننا نجد أن هذه النصوص تشير إلى أن الجمال موجود في هذا الوجود فيما يسمى بالطبيعة وهو أيضا موجود في الإنسان وينبع هذا الجمال من باطن الإنسان وهناك علاقة متلازمة بين جمال الباطن الإنساني وبين جمال الطبيعة في ظواهرها وفي بواطنها فيمكن أن تكون مثلا هذه المسألة منشأا لفكرة الجمال في الرؤية الإسلامية وإن كانت هذه القضية بحاجة إلى بحث وإلى توسعة في المطلب وكذلك هناك مسألة أخرى المسألة الأخرى ما هو المعيار أو الميزان لتحديد أفق الجمال ما هو المعيار المعيار هل هو مطابقة ما ينتجه الإنسان من جمال للواقع الجميل أو مدى مطابقته يعني حين ينتج الفنان أو ينتج الأديب ينتج المبدع شيئا فيه سمات الجمال كيف نحدد القيمة الجمالية لهذا المنتج الجمالي هل هو مدى مطابقته للجمال المنظور في الواقع الخارجي وبالتالي بقدر ما يتطابق هذا الجمال مع جمال الواقع الخارجي تحدد القيمة الجمالية لهذا المنتوج أو أن القضية تذهب إلى شيء أبعد وهو أن الفنان أن المبدع إنما يقوم بعملية تحليل عملية تحليل لهذا الجمال المركب في الواقع الخارجي وحينئذ سيكون الميزان أن تكون عندنا معايير لتحديد ما هو التحليل الأفضل للجمال المركب الموجود في الخارج يعني كيف يتمكن هذا الفنان من تحليل هذا الجمال وأن يكون بشكل رمزي مثلا على اللوحة أن يكون بشكل رمزي أن يكون بشكل لا يشابه الجمال المحسوس في الواقع الخارجي إن كان هذا في اللوحة أو كان هذا في النص الأدبي أو كان هذا في العمل السينمائي أو في أي عمل آخر من أعمال الفنوني والآداب أو هناك معايير أخرى أيضا هنا إذا أردنا أن نرسم رؤية إسلامية لابد من تحديد هذه المعايير فأي المعايير يتناسب مع الفكر الإسلامي ولذلك هذا الموضوع بالنسبة للفكر الإسلامي موضوع بكر لم يبحث بشكل دقيق ولم يبحث بشكل عميق أنا كما قلت في أول الكلام قلت بأنه هناك دراسات هناك بحوث طرحت في هذا الباب لكنها دراسات وبحوث منقوصة وفي نظري مستعجلة كتبت على عجل لأننا حين نريد أن نضع رؤية المراد من الرؤية أن تكون قواعد وثوابت وأصول هذه القواعد والثوابت والأصول تحتاج إلى تأنن عميق في دراسة النصوص إن كان النصوص الدينية أو النصوص الأدبية التي تفرعت على النصوص الدينية أو المنتج الذي أنتجه المسلمون عبر التأريخ حتى نتمكن من أن نرسم صورة متكاملة لرؤية إسلامية للفنون وللآداب وقطعا القضية قد تكون أو تذهب إلى ما هو أعمق من ذلك من أين يأخذ الإنسان فنه نحن قبل قليل قلنا الجمال إما أن يأتي من الطبيعة في نظرية أو أن يأتي من الإنسان لكن هناك بحث أبعد من هذا أبعد بكثير الإنسان حينما يتعامل مع الجمال إن كان هذا الجمال في عالم الطبيعة أو كان هذا الجمال موجود في داخل الإنسان من أين وصل للإنسان النتائج التي سيخرج بها هذا الإنسان من أين جاء بها وطبعا هناك كلام ونظريات كثيرة موجودة في هذا الخصوص يعني مثلا النظريات التي تتبنى فلسفة المثل ما تسمى بالمثل الإفلاطوني والمثل الإفلاطوني بشكل مختصر تعني أن عالما يسمى بعالم المثل وفي عالم المثل هناك الحقائق الكاملة هناك الحقائق التي تظهر في أجمل صورها وهذه الحقائق الموجودة في عالم المثل إنما تتجلى وتظهر في عالم الطبيعة هذا باعتبار أن هذا العالم عالم محدود محكوم بقواعد وقوانين طبيعية فتظهر تلكم الصور التي تمثل القيمة العالية للجمال تظهر في هذا العالم بشكل مجزو فما يكون عند الإنسان من معرفة بالجمال أو من قدرة على إنتاج الجمال أو من قدرة على تخيل الجمال مرده إلى عالم المثل وهذا قد يتناغم أيضا مع كثير من النصوص الموجودة عندنا التي تتحدث عن كيفية بداية الخلق وقد يتناغم أيضا مع الفكر العرفاني الموجود ومع الفكر الفلسفي الموجود في الفلسفة الإلهية في الوسط الإسلامي فهناك من يقول بأن ما ينتجه الإنسان إنما هو صدا لما هو موجود من قيم ومن مثل ومن حقائق في عالم الأمثلة أو في عالم المثل وهذا ما قد يصطلح عليه بالإلهام الذين يقولون بأن الفن وبأن الأدب هي حالة إنسانية إلهامية إذا أردنا أن نذهب وراءها وراء هذه الفكرة فمن أين جاء هذا الإلهام الإلهام لا بد أن يكون قد جاء من مكان آخر لا من الإنسان ولا من الطبيعة لأن الطبيعة لا تنتج إلهاما ولأن الإنسان أيضا لا ينتج إلهاما لأن الإنسان إذا أراد أن يفكر بحدود ما عنده من المعلومات وبحدود ما عنده من الصور لا يستطيع أن يركب هذه الصورة الجمالية التي أنتجها بعد ذلك لذلك يقولون إن هذا لا بد أن يكون إلهاما فمن أين جاء هذا الإلهام فلا هو من الطبيعة التي حول الإنسان ولا هو من نفس الإنسان إذن لا بد أن يكون من جهة ثالثة وتلك الجهة الثالثة هي التي عبر عنها في الفلسفة الإفلاطونية بعالم المثل أو بعالم الأمثلة وطبعا هذه مباحث طويلة ومباحث عريضة ومباحث عميقة لا يمكن أن نجمل القول فيها في لحظات أو في دقائق لكنه مرور سريع وإثارات سريعة لعل البعض يمكن أن يستفيد من هذه الإثارات وعلى ضوء هذه الإثارات يمكن أن يذهب في البحث خلف هذه المسائل لإنتاج محاولة لوضع رؤية أو لوضع نظرية إسلامية حول الفن والفنون والآداب فهناك من يذهب إلى هذا المذهب إلى مذهب الإلهام وهناك من يذهب إلى مذهب معاكس يعني ما تسمى بالنظرية السايكولوجية للفن والتي يتبناها سيجمون فرويد يقول بأن منشأ القدرة الفنية عند الإنسان مرده إلى مجموع الكبت الجنسي الموجود عند الإنسان ومجموع الكبت الجنسي إنما يفرغه الإنسان هذه الطاقة فيخرجها بصورة هذا الإبداع الفني أو بصورة هذا الإبداع الأدبي طبعا ربما يفهم البعض من هذا الكلام أن مراد فرويد حينما يتحدث عن الكبت الجنسي مباشرة يذهب الذهن إلى العملية الجنسية فرويد في كتاباته لا يقصد هذه القضية العملية الجنسية هي جزء من موسوعة أو من قضية واسعة ومن مسألة واسعة تحيط حياة الإنسان تسمى بالجنس الجنس ليس فقط في القضية العملية الجنسية لأن الجنس مجموعة من القابليات مجموعة من القدرات هذه القابليات هذه القدرات هذه المشاعر هذه الأحاسيس هي التي تجعل من الإنسان مصنعا لإنتاج إنسان آخر الجنس وأعتقد أنكم تدرسون في علم الطب أن الجنس مسألة أوسع مما هي في القضية العملية الجنسية القضية العملية الجنسية التي قد يتبادر منها يتبادر الذهن إليها دائما يتبادر الذهن إليها دائما حين الحديث عن الجنس باعتبار أن الأعراف وأن التربية توجه الإنسان إلى هذه القضية أو قد تكون المسألة الضاغطة عادة الإنسان يفكر دائما بالمسائل الضاغطة يعني مثلا الإنسان حينما يكون جالسا في مكان مثلا ويتوجه إليه نوعان من الضغط هناك ضغط شديد على بدنه وضغط خفيف سيلتفت بكل مشاعره وبكل أحاسيسه وبكل ذهنه إلى الضغط الشديد وقد يغفل عن الضغط الخفيف لذلك الإنسان ينسبق إلى ذهنه دائما العملية الجنسية لأنها عملية ضغطة في الحياة في الحياة اليومية وإلا هنا حينما يتحدثون عن أن العامل الجنسي يكون مثلا سببا لمثلا تغيير تفكير الإنسان في الجانب الفني والجانب الأدبي يتحدثون عن الجنس بمعناه الواسع بمعناه الواسع الذي قد يدخل في الجانب الفسلج للإنسان وقد يدخل في الجانب النفسي للإنسان وقد يدخل في جميع مكونات الإنسان في عقله في قلبه في حواسه وحتى في بنيته الجسدية ولا أريد الخوض كثيرا في هذه النظرية لكن هذه النظرية تذهب بعيدا بخلاف النظرية الأولى التي ذهبت إلى آفاق عالية هناك نظرية المثل التي أرجعت الفنون والآداب إلى عوالم خارج العالم الطبيعي وهناك هذه النظرية السايكولوجية التي أرجعت الفنون والآداب إلى داخل البعد المادي والجسدي والبشر الإنساني إلى الكبت الجنسي وما بين هذه وهذه هناك نظريات كثيرة وآراء كثيرة فحينما نريد أن نكون رؤية إسلامية للفنون لا بد أن نتناول هذه المسائل ولا بد أن نقارن فيما بين هذه الأفكار وبين ما عندنا من فكر فلسفي أو من فكر عقائدي كما قلت في أول الحديث بأن الجمال إنما هو فلسفة ولا يمكن أن نضع نظرية أو رؤية متكاملة للفنون وللآداب ما لم تكون هذه النظرية مستندة إلى أصولنا العقائدية الفلسفية وأساس الفلسفة الإسلامية تستند إلى التوحيد فلا بد أن تكون الرؤية الإسلامية للفنون وللآداب مردها إلى التوحيد التوحيد لا بهذا المعنى الساذج التوحيد بمعناه العميق الذي بيّنته نصوص سيد الأوصية صلوات الله وسلامه عليه وهي أعمق نصوص عبر التأريخ تحدثت عن معنى التوحيد فإننا لا نجد نصوصا أعمق من النصوص العلوية التي بيّنت لنا معاني التوحيد العميقة معاني التوحيد التي لا تتعلق بمخلوق نحن نخلقه الكثير من الناس حينما يتحدثون عن التوحيد يتحدثون عن إله يخلقونه في عالم الخيال في عالم الوهم النصوص العلوية تتحدث عن حقيقة غير هذه الحقائق التي يخلقها الإنسان في خياله غير هذه الصور وغير هذه الأوهام مثل ما تقول الرواية عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه بأن النمل تتخيل بأن لربها سلاميتين باعتبار أن النمل تحتاج إلى هاتين الشعرتين في مقدم رأسها إلى هاتين السلاميتين تحتاج إليهما في إكمال نظام حياتها فهي تتحسس بهاتين السلاميتين كل شيء من حولها وعلى أساس هاتين السلاميتين تنتظم حركة النمل في الحياة فلذلك تتصور كما يقول إمامنا الباقر بأن لربها سلاميتين والإنسان هكذا الإنسان محدود في تفكيره التوحيد الذي أشير إليه التوحيد الذي تحدث عنه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه بكل أبعاده وبكل معانيه العميقة من هنا إذا أردنا أن نؤسس رؤية إسلامية للفنون والآداب لا بد أن يكون منشأ هذه الرؤية من التوحيد وما يتفرع على التوحيد وعلى أي حال الكلام قد يطول ولا أريد أن أطيل في الإجابة أكثر من ذلك إذ ربما يتعب هذا الكلام المشاهدين لأنه ربما لم يكونوا قد تعودوا على سماع مثل هذه المطالب الجادة ونحن لا نريد أن نثير هذه المطالب الجادة كثيرا في مثل هذه البرامج أحسنتم مولانا أحسن الله إليكم من أفق الثقافة ومن سؤال المثقفين إلى أفق التربية وسؤال مجموعة من الآباء من مشاهدين الكرام الذين أضم صوتي لصوتهم حين يسألون ما هو الإسلوب الإسلامي الأمثل لتربية الطفل وهذا موضوع أيضا آخر ربما قل البحث فيه الأساليب التربوية الموجودة في مجتمعنا الإسلامي وبنحو خاص في مجتمع أي محبي أهل البيت هي أساليب متوارثة فيها شيء من التعاليم الإسلامي وفيها شيء كثير من الأعراف ومن الثقافات الاجتماعية التي قد لا تكون صحيحة ولا تكون سليمة قد تؤدي إلى نتائج معكوسة وعلى أي حال أنا سأجيب على هذا السؤال ما هو أسلوب التربية أسلوب تربية الطفل أسلوب تربية الأطفال من وجهة النظر الإسلامية من وجهة نظر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي أنا سألخص الكلام بحسب ما يسمح به المقام وبحسب ما أستحضره من المعلومات ربما هناك أيضا من المعلومات ما يغيب عن الذهن في بعض الأحيان أهم نقطة في التربية الإسلامية والتربية هنا حينما نتحدث عن التربية التربية ليست فقط للأطفال التربية للأطفال وللكبار على حد سواء ألا يقال في علم النفس بالنسبة للطفل بأنه رجل صغير يقال هكذا في علم النفس يقال عن الطفل بأنه رجل صغير حينما يكون نظر المربي إلى هذا الطفل لأجل تنشئته ويقال للرجل الكبير بأنه طفل صغير أيضا في علم النفس حينما يرى تحليل نفسية هذا الرجل الكبير فإذن هناك تناسق كما أنه يعبر عن الطفل بأنه رجل صغير ويعبر عن الكبير عن الرجل الكبير بأنه طفل كبير التربية من دون أن أذهب كثيرا في التفصيل أساس الفكر التربوي في القرآن وأساس الفكر التربوي عند العترة هو الأسوة ومنهج أهل البيت يتميز بهذه القضية لأن منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما أنه يؤمن بالقرآن يؤمن بالعترة المعصومة والأسوة والأسوة الحقيقية هي الأسوة المعصومة ولكم في رسول الله أسوة حسنة أساس التربية هو الأسوة أنا لا أريد التعمق كثيرا في هذه النقطة وإنما من خلالها أقتنص ما أريد الحديث عن لتربية الأطفال أول شيء إذا أردنا أن نربي أطفالنا بشكل سليم أن نصنع لهم الأسوة وصناعة الأسوة للأطفال تكون على نحوه هناك أسوة مجردة وهناك أسوة عملية الأسوة المجردة ستكون أسوة كاملة مطلقة وأما الأسوة العملية ستكون أسوة محدودة الأسوة المجرد الأسوة الكبيرة هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فإن لكل شيعة في أي زمان عهد في أعناقهم لإمامهم وهذا العهد هو عهد الإمامة ومن خلال هذا الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هنا يأتي معنى الأسوة بالنحو المطلق فلابد من شد أذهان الأطفال إلى هذه الأسوة المطلقة وأما الأسوة المحدودة العملية فعلى الآباء والأمهات أن يكونوا أسوة في التعامل وفي الأخلاق وفي الكلام على الأقل أمام أطفالهم على الأقل إذا كان عندهم كلام معيب إذا كان عندهم أفعال معيبة أن يتصرفوا بهذه الأمور بعيدا عن أعين أطفالهم حرصا على أطفالهم فلابد من أن نشد قلوب الأطفال لأن الأطفال لا يفكرون بعقولهم الدرجة العقلية عند الأطفال محدودة التفكير عند الطفل تفكير وجداني أن نشد قلوب الأطفال وطبعا الشد الوجداني غير الشد العقلي حينما نريد أن نربط إنسان بشيء بطريقة وجدانية هناك أساليب للربط الوجداني وحينما نريد أن نربط إنسان بالربط العقلي هناك أساليب للربط العقلي فلابد أن نشد الأطفال شدا وجدانيا وليس شدا عقليا لأن مستوى التفكير العقلي عند الأطفال جدا محدود المستوى المفتوح عند الأطفال هو المستوى الوجداني المستوى القلبي فلابد أن نربط الأطفال ربطاً وجدانياً بالأسوة بالأسوة المجردة ولعل من أفضل الأساليب في ذلك هو اصطحاب الأطفال إلى الحسينيات وإلى مجالس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ربما لا ينتفع الأطفال كثيراً من القنوات الفضائية الإسلامية ربما لا ينتفع الأطفال كثيراً لأنهم قد يجدون بغيتهم في قنوات فضائية غير إسلامية وذلك بسبب ضعف الإمكانيات في القنوات الإسلامية حتى برامج الأطفال فهي في غاية الضعف التي تقدمها القنوات الإسلامية فالأطفال يجدون بغيتهم في برامج الأطفال في القنوات غير الإسلامية وهذه قضية واقعية موجودة أمامنا فمن الشيء الذي قد يشدط الرباط الوجداني هو أخذ الأطفال إلى المناسبات الدينية التي يحيى فيها أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتعليمهم أدب المجالس وإلا لا أن يأخذ الأطفال إلى هذه المجالس ويتركونها كذا كي يعبثوا في المجالس للعبث في المجالس كما هو يجري الآن في الكثير من الحسينيات الأطفال يؤتى بهم كي يعبثوا بالمجالس وكي يخربوا المجالس أن يعلموا آداب المجالس يمكن للأطفال أن يستفيدوا من تواجدهم في مثل هذه المجالس وأنا هنا لا أريد الحديث عن المسائل العملية فقط سأتحدث عن الجانب النظري الخطوط النظرية في الفكر الإسلامي أو في حديث أهل البيت لتربية الأطفال لا أريد أن أشير إلى وقاء عملية موجودة في حياتنا اليومية فعلينا أن نصنع الأسوة صناعة الأسوة جدا مهمة بالنسبة للأطفال وحين أقول صناعة الأسوة أنا استعملت هذا التعبير عمدا لماذا؟ لأنه الآن المؤسسات الدعائية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الفنية في العالم عندها وظيفة مهمة جدا وتصرف لأجلها الملايين هذه الوظيفة تسمى صناعة النجوم كيف يصنع النجوم؟ الآن مثلا نجوم السينما نجوم الرياضة نجوم أي نوع من أنواع النجوم الذين صاروا قدوة للشباب وقدوة للأطفال صنعوا صناعة هناك أساليب لصناعة النجوم أنا أردت أن أشير إلى هذه القضية لذلك قلت صناعة الأسوة لا بد للآباء وللأمهات أن يجعلوا من أنفسهم أسوة محدودة على الأقل في بعض الأمور الأساسية المهمة في حياة الأطفال وطبعا لا يتمكن الوالد أو الوالدة من أن تكون أسوة لأطفالها أو يكون الوالد أسوة لأطفاله إلا أن يقنع الطفل بذلك لا بد أن نقنع الطفل بأن هذا الأب أو هذه الأم أسوة له عملية الإقناع كيف تتم؟ ربما نستطيع أن نقنع الطفل بالأسوة المجردة الأسوة المجردة يمكن أن نقنع الطفل بأن الإمام المعصوم هو هذا الأسوة المطلقة والمجردة لكن من الصعب جدا أن يقنع الأب طفله بأنه هو أسوة له فيحتاج إلى جملة من الأمور الشيء الأول الذي يحتاجه الأب أو تحتاجه الأم كي تكون أسوة في عين أولادها في عين بناتها الشيء الأول كي تقنع الأولاد وكي تقنع البنات هو ما يصدر من تصرفات من الأب ومن الأم اتجاه الأولاد مثلا من هذه التصرفات ما أشارت إليها الروايات الشريفة من كان له صبي فليتصاب له القضية هنا ليس فقط في بعد أن الأب أو الأم تلعب مع أطفالها أو الأب يلعب مع أطفاله بلعب الأطفال هذا جزء من التصابي للصبي وإنما الرواية هنا الروايات التي وردت عن النبي وعن الأم من كان له ولد كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان له ولد صبى صبى له صار صبيا له تصابى له إنما المراد هنا أن الوالد أو أن الوالدة تحاول أن تفهم هذا الصبي أو هذا الطفل وهو نفس المعنى الذي جاء في الروايات مدارات الناس أليس؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما أمر الأنبياء بمدارات الناس هذا التصابي هو نحو من أنحاء المدارات مثل ما أمرنا أن نداري الناس بمدارات الناس التصابي هو درجة من درجة المدارات مع الصبي مع الطفل فحينما يكون التصابي مدارات هذا يعني أن الألفاظ المستعملة مع الصبي لابد أن تكون متناسبة مع مستوى الصبي اللغة الألفاظ المعلومات كذلك يترتب على هذا قانون المثوبة والعقوبة متى يعاقب الصبي ومتى يثاب هذه قضية مهمة جدا يعني مثلا هناك الكثير من الأباء الكثير من الأمهات إذا يرتكب الصبي فعلا شانئا مخالفا للدين قد يكون بالنسبة لعمره لا يؤثم باعتباره وغير مكلف لكنه إذا اعتاد أن يقوم بهذا الأمر فسيبقى عليه إذا ما كبر إذا ما صار مكلفا قد لا يعبأ الوالد أو الوالدة بهذا الأمر ولا يرتب أثرا على ذلك ولكن حينما يأتي هذا الطفل الصغير فيكسر قدحا أو صحنا من صحون المطبخ يضرب ويشتم بينما الكبير وهذا الطفل يرى أن أباه أو أن أمه إذا ما كسروا صحنا من الصحون أو عدة الصحون لا يعاقبهم أحد فتختل هنا منظومة التفكير عند الصبي حينما يعاقب على أشياء يفعلها الكبير والكبير لا يعاقب عليها وهناك أشياء لا بد أن ينبه الطفل على الأقل أن ينبه أن يعلم بأن هذا أمر خاطئ حتى لا يتعود على إتيانه مثلا كالكذب مثلا أو غير ذلك قضية المثوبة والعقوبة إذا جاء بالفعل الحسن أن يثاب أن يبين له بأنك قد جئت بأمر حسن أن تقدم له الجائزة على الأقل التشجيع وإذا جاء بأمر سيء أن يعاقب ولا أقصد هنا بالعقوبة أن تكون العقوبة القاسية وإنما كل عائلة بحسبها وكل طفل بحسبه وكل مجتمع بحسبه هذه قضية 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 نسبية قضية المثوبات والعقوبات هذه قضايا نسبية تختلف باختلاف المجتمعات وتختلف باختلاف العوائل وباختلاف الطبقة الاجتماعية أيضا وباختلاف ثقافة العائلة وباختلاف كذلك طبيعة الصبي ربما صبي من الصبيان مجرد أن ينظر إليه والده بنظرة غضب هي هي تعتبر عقوبة كبيرة له وصبي آخر يختلف وهكذا هذه قضية نسبية ومختلفة من شخص لآخر فكيف يقنع الوالد ولده أو تقنع الوالد ولدها أو تقنع بنتها بأنها تكون أسوة ما لم تكن عادلة لابد أن تكون هناك عدالة في قضية المثوبة والعقوبة لابد أن يكون هناك تصابي مدارات إذا لم يكن هناك تصابي مدارات لعقل الطفل أسئلة الطفل لابد أن تجاب تجاب بحسبه لا إذا ما سأل الطفل ينهر فإنه حينئذ إما أن يبحث عن جواب خاطئ وإما أن يبقى في حيرة طفولية الإجابة على أسئلة الطفل التصابي للطفل المثوبة والعقوبة بالشكل المتوازن هذه الأمور تجعل من الوالد ومن الوالدة أسوة في عين الطفل والأقوى من ذلك هو الإحسان الإحسان إلى الطفل التعامل مع الطفل بمحبة برحمة وأهم شيء الوفاء له بالوعود هذه قضية أكدت عليها روايات أهل البيت الوفاء بالوعود للأطفال إذا ما وعدتم صبيانكم أطفالكم بناتكم ففو لهم بالوعود لماذا؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لأنهم يرون أنكم ترزقونهم يرون أنكم مصدر الرزق فإذا لم تكونوا صادقين سيتحول هذا الرازق إلى ظالم في نظر الطفل إذا وعدتوهم ففو لهم لماذا؟ لأنهم يرون أنكم ترزقونهم يرون مصدر الرزق وفعلا هو هكذا يعني هذا الطفل الصغير حينما يحتاج إلى شيء من أدوات مدرسته مثلا أو إلى شيء من دواء أو من طعام أو غير ذلك أو حتى من لعب حينما نواعده يجب أن نفي له بذلك إما أن لا نواعده أن نقنعه بأن هذا الأمر الآن ليس متوفرا أن نقنعه أو أن نأتي له ببديل أو أن نفي له إذا وعدنا إذا وفينا له فحينئذ هذا الطفل يشعر بمعنى الإحسان وهذه قضية طبيعية هذه القضية طبيعية هذا القانون الذي بيّنه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه عندما قال ماذا قال؟ قال أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغني عن من شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة أحسن إلى من شئت تكن أميرة حينئذ يشعر الطفل بالإحسان هناك بيت جميل في النونية المشهورة للبستي والتي يقول فيها أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه ونفس الكلام الذي قاله سيد الأوصياء أحسن إلى من شئت تكن أميرة مقابل للأمير ما هو؟ الأسير احتج إلى من شئت تكن أسيرة الإحسان إلى الطفل الوفاء له بالوعد إعطاؤه ما يريد وفقا للشيء المعقول لا للبذخ والخروج عن الحد المعقول هذا الطفل حينئذ يشعر بالأمن حينئذ يشعر بالرضا حينئذ يرى في والده وفي والدته أسوأ وعليهم أن يحذروا الأفعال السيئة التي اعتادوا على فعلها أن لا يفعلوها أمام أطفالهم فليذهبوا إلى مكان آخر إلى غرفة أخرى في البيت وليقولوا وليفعلوا ما يشاءون لكن أمام الأطفال على الأقل أن يظهروا لهم الأسوة المحدودة التي سيقلدها الأطفال فإذا وعدتم صبيانكم ففوا لهم طبعا هذه القضية ليست سهلة هذا كلام نظري والكلام سهل التطبيق العملي هو الصعب نحن إذا أردنا أن نطبق هذه المعاني لا بد أن يكون عندنا برنامج من دون برنامج لا يمكن أن نتمكن أو لا يمكن أن نصل إلى هذا النوع من التربية ومع كل هذا لا يعني أننا نضمن النجاح لكن هذا الواجب علينا أن نفعله ولذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقولون أنه اتركه سبعا يلعب وعلمه سبعا وصاحبه سبعا فإذا لم ينفع معه فقد أديت الذي عليك نحن لا نملك الضمان على أننا إذا ما ربينا أطفالنا بهذا النحو أو بذلك النحو سنكون قد نجحنا خصوصا مثلا لأمثالنا الذين يعيشون في البلدان الغربية مثلا في بلدان تختلف أعرافها وتختلف ثقافاتها عن ثقافات بلداننا الأصلية القضية صعبة جدا لأن التربية ليست فقط داخل العسرة هناك المدرسة هناك الإعلام هناك البيئة هناك الأصدقاء هناك وهناك وهناك هذه عوامل كثيرة تدخل في التربية وتدخل في التأثير في نفسية الطفل وحتى في نفسية الكبير ليس فقط الطفل القضية كما قلت في أول حديث بأن التربية ليست فقط للصغار التربية هي للصغار وللكبار لذلك الأئمة وضعوا لنا منهاجا وهذا المنهاج يختلف من طفل إلى طفل لذلك بعض الروايات تقول مثلاً أن الطفل ست سنوات ست سنين أمير يترك يلعب ست سنين أمير وست سنين عبد لابد أن يعلم وست سنين وزير حين يصل إلى سن المراهقة في سن المراهقة لابد أن نتعامل معه بطريقة أخرى لابد أن نشعره بالاحترام ولابد أن نشعره بأن آراءه حتى لو لم تكن ذات قيمة بأنها لها قيمة وأننا نحترم آراءه رواها كذا تقول ست سنين أمير هذا في عمر اللعب وله ست سنين عبد لابد من إجراء قانون المثوبة والعقوبة هنا لأن العبد هو الذي يثاب ويعاقب وست سنين عبد وست سنين وزير الوزير هو المستشار أن يشاور في شؤونه في أموره وحتى لو أردنا أن لا نعمل بقوله نقنعه شيئاً فشيئاً بطريق المدارات المدارات والرفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه الرفق والليونة مع التخطيط مع الفهم لا هكذا يعني أن تلقى الأمور جزافاً لا بد أن تحسب الأمور من البداية حينما يقول الأم هكذا هم ينبهوننا إلى أنكم إذا أردتم أن تربوا أطفالكم بشكل سليم ارسموا لهم برنامج حتى لو لم يعلم الأطفال به ست سنوات أمير ست سنوات عبد وست سنوات وزير هناك روايات أخرى خمس سنوات ملك وخمس سنوات عبد وخمس سنوات وزير هناك روايات تقول سبع سنوات هذا الاختلاف في تحديد الأعمار باعتبار أن الأطفال يختلفون الأطفال يختلفون في البنية الجسدية أبدانهم مختلفة ويختلفون كذلك في البنية العقلية وفي الذكاء وأيضاً الاختلاف ينشأ من البيئة ومن العائلة ومن الإمكانات المتوفرة في الحياة اليومية وإلى غير ذلك من الأمور هذه الأمور كلها لها مدخلية ولها مماسة مع جميع شؤونات تربية الطفل ولكنني أعود وأكرر أن أهم نقطة في تربية الأطفال هي صناعة الأسوة لا أريد أن أتشعب كثيراً ولا أريد أن أنظر هنا في هذا البرنامج يمكنني أن أورد الكثير من الروايات يمكنني أن أورد الكثير من النظريات ولكن يعني كلام وما فائدة الكلام لكن الزبدة التي يمكن أن نخلص إليها أن أهم مسألة في تربية الأطفال هي صناعة الأسوة إذا استطاع الأب واستطاعت الأم أن تصنع من نفسها أو أن يصنع الأب من نفسه أسوة لأولاده لأطفاله لبناته هذا له تأثير كبير في تربية الأطفال مع عدم وجود الضمان نحن هنا لا نقول بوجود ضمان القضية تتدخل فيها عوامل كثيرة لكن الذي يجب علينا أن نفعله هو هذا نحن آباء كآباء يجب علينا أن نصنع من أنفسنا أسوة الأمهات الواجب على الأمهات أن تصنع من نفسها أسوة أسوة في أفعالها أسوة في تصرفاتها الأم أن تصنع من نفسها أسوة مثلا في حجابها أسوة في عفتها أسوة في التزاماتها الشرعية الأب أن يصنع من نفسه أسوة في التزامه بمواقيد صلاته أن لا تفوته الصلاة أن يشعر أطفاله أولاده بأنه لن يقصر في واجب شرعي لن يرتكب محرما حتى لو ابتلي بذلك أن يكون بعيدا عن نظر أطفاله وإن كان هذا ليس صحيحا لكن الأفضل لأطفاله هو أن يكون هذا ألا يقع في المحرمات أمام أطفاله ألا يتساهل في أمور الدين التساهل في أمور الدين يجعل من الأطفال يتساهلون في أمور الدين وحينما أقول ألا يتساهل في أمور الدين لا يعني أن يسل سيفا على عائلته ليس بهذا المقصود وإنما أن يكون له برنامج وهذا البرنامج أن يكون مدروس كما قال الإمام هناك مراحل في كل مرحلة هناك نوع أو نحو من أنحاء التربية ومع ذلك أرجع وأقول النقطة المهمة أنه يجب على الآباء ويجب على الأمهات أن يصنعوا من أنفسهم أسوة لأطفالهم على الأقل فقط أمام أعين أطفالهم إن كان في الكلام، إن كان في الأفعال، إن كان في التصرفات الأخلاقية إن كان في التعامل مع الأقرباء والأرحام أن يصنعوا من أنفسهم أسوة بيودي أن أتكلم أكثر من ذلك لكن الوقت يجري سريعا وأبو زينب عنده أسئلة أخرى ولذلك أكتفي بهذا المقال وإن شاء الله إذا سنحت فرصة نتحدث عن هذا الموضوع ربما أكثر من ذلك خصوصا وإننا في برنامج في فناء الكافي الشريف إذا ما عدنا إن شاء الله وقريبا نعود إلى هذا البرنامج كما وعدت الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بأنني سأتناول الروايات والأحاديث التي جاءت عن الأئمة صلوات الله عليهم في الكافي الشريف في باب التربية والأخلاق والتهذيب إن شاء الله تعالى إن شاء الله من عالم الأسرة الضيق إلى عالم الأسرة الأوسع عالم العراق قد يكون السؤال متكررا ولكن تبدل الأحوال قد يسوق عادة السؤال كثير من الأخوة يسألون عن استقراءكم إلى أين تسير الأوضاع في العراق الأوضاع تسير في العراق إلى الجهة التي تسير إليها والتي تحدثنا عنها سابقا الحقيقة الحديث عن العراق وبعيدا عن السياسة بعيدا عن السياسة وبعيدا عن التحليل السياسي هناك من الناس من يتصور بأن العراق يحتاج إلى حكومة قوية ويحتاج إلى دكتاتورية هذا التصور موجود وربما الآن هذا التصور قد يكون في بداية الأمر يردده مثلا البعثيون ومن يعني يشدوا بشدوهم لكن الآن حتى من الناس في الشارع بدأوا يقولون بأن العراق يحتاج إلى حكومة دكتاتورية وهذا الكلام منشأه ومرده إلى قضية هذه القضية مطروحة حتى على مستوى الدراسات هناك كتب ودراسات تتحدث في هذه القضية يقولون بأن أول دم سفك على وجه الأرض وهو دم هابيل كان في أرض العراق ففاتحة الدماء كانت في العراق فاتحة القتل كانت في العراق وتأريخ العراق كله قتل كله دماء وأمام هذا النحو من التفكير لا بد من وجود حكومة قوية بعبارة صريحة دكتاتورية تحكم البلد هو صحيح مثل هذا الكلام أن أول دم سفك في أرض العراق أول دم سفك في الأرض في أرض العراق وهو دم هابيل فإن قابيل قد قتل هابيل في أرض العراق وصحيح أن تأريخ العراق مليء بالقتل لكن أيضا السبب في ذلك أن العراق بلد قديم يعني لو أن آدم عليه السلام عاش في غير العراق لقتل قابيل هابيل في أي بلد آخر لو عاش مثلا في لبنان أو لو عاش مثلا في فرنسا أو لو عاش في أي بلد آخر لقتل قابيل هابيل قابيل يريد أن يقتل هابيل لا علاقة لذلك بالتراب وأما التأريخ صحيح تأريخ العراق منذ بداية التأريخ البشري بلد دائما تكثر فيه المجازر تسفك فيه الدماء أيضا السبب في ذلك أنه البلد الذي نشأت فيه أول الدول في العالم هنا وحينما تنشأ الدول ويكثر التزاحم بين الناس على المطامع وعلى المياه وعلى الزراعة وقديما في الحضارات الأولى كان الصراع على أي شيء كان الصراع إما على السقي لأن الأرض في العراق لا تسقى بماء المطر النسبة الغالبة من أراضي العراق تسقى بماء الأنهار فكان الصراع على السقي وأيضا الصراع على صيد الأسماك مناطق صيد الأسماك للعلم يعني كانت المهنة الأولى في العراق وإن نخرج عن عن موضوعنا لكن كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن هذه القلوب لتمل كما تمل الأبدان القلوب يعني العقول والأفكار نحن ابتدأنا البرنامج بكلام في غاية الجدية أمير المؤمنين يقول أن هذه القلوب لتمل كما تمل الأبدان فروحوها ببداع الحكمة طبعا بداع الحكمة لها معاني كثيرة مراد بداع الحكمة يعني دقيق المعاني التي قد تسمى بالمعاني العرفانية لا أريد الإشارة إلى هذا الموطن فنخرج من مكان عميق إلى مكان أعمق آخر وإنما على وجه آخر من معنى بداع الحكمة وهو الأحاديث والأقاصيص والكلمات المستغربة مثلا التي تسمع لأول مرة كان من أفضل المهن في الحضارة السومرية مثلا التي أقدم الحضارات في العراق في زمن الدولة السومرية كان أهم مهنة وأفضل مهنة هي مهنة الصيات يعني حينما يأتي رجل يخطب حينما يأتي رجل يخطب من عائلة ويعلمون بأنه صياد العوائل الأخرى تحسد هذه العائلة أن جاءهم صياد فخطب منهم مثل ما الآن يعني حينما يأتي طبيب يعني ويخطب من عائلة فيعتبرون هذه العائلة يعني عائلة قد فازت بزوج ناجح أو رجل أعمال مثلا كان في ذلك الزمان حينما يأتي صياد فكيف يأتي حينما يأتي للخطبة يأتي للخطبة وقد جمع الشبكة على رأسه حينما يسير يعني في السوق مثلا أو في أيام المناسبات في أيام الأعياد عندهم كيف يخرج الصياد يخرج الصياد وقد جمع شبكة الصيد ووضعها على رأسه يلبسها على رأسه يضعها وهذا هو السر في اليشماغ العراقي ألا تلاحظ بأنه شكل الشبكة هذا اليشماغ في أصله كان سومريا الكثير من الناس لا يعرفون هذه القضية أنا قلت نخرج شيئا ما من جدية الموضوع اليشماغ العراقي الآن إذا تفتح فشكله شكل شبكة وحتى أطرافه شبيهة بأطراف الشبكة اليشماغ من هنا نشأ وكان الصياد يضع الشبكة مثل ما يضع اليشماغ فإنه حينما يأتي يخطب امرأة فهذه العلامة يعني كصدرية الطبيب مثلا كصدرية الطبيب أو كالبزة التي يرتديها الطيار مثلا حينما يريد أن يظهر نفسه بأنه طيار أنه قبطان طائرة أو قبطان سفينة أليس يلبس بزة خاصة فالبزة الخاصة التي كان يلبسها الصياد السومري هو أنه يضع شبكة الصيد على رأسه لماذا يعتبر الصياد تعتبر مهنته أفضل المهن لماذا؟ لأنهم كانوا يقطنون في الأهوار والزراعة في الأهوار محدودة في الأهوار لا يمكن أن تزرع الفواكه ولا يمكن أن تزرع الخضر في الأهوار فقط أنت ماذا تزرع؟ تزرع الرس فقط الشلب يزرع في الأهوار ولا توجد منتوجات نباتية الخريط مثلا موجود الخريط أيضا كان موجودا في الحضارة السومرية لا أدري ربما الآن الكثيرين لا أعرفوا ما هو الخريط على أي حال لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل الخريط هو بمثابة يعني الحلوى حلوى مناطق الأهوار فكانت مهنة صيد السمك هي المهنة الأولى في هذه المناطق لذلك كان الصراع كما قلت صراع على السقي في المناطق الزراعية التي تزرع وصراع على مناطق صيد الأسماك في الأهوار والتي كانت مناطقها واسعة جدا أيام السومريين وكانت هذه الأهوار ليس فقط كما في العصر المتأخر يعني في البصرة والعمارة والناصرية كانت تصل إلى أطراف الديوانية ولذلك لأن توجد بقايا من الأهوار في منطقة الديوانية ومناطق قريبة من السماوة هذه الآثار المتبقية كانت متصلة منطقة واسعة جدا كانت على أي حال في يعني كان الصراع الدموي في العراق منذ ذلك الزمان ولربما أيضا من أحد أسباب الصراع ومن أحد أسباب القتل والقتال أن اكتشاف الحديد كان في العراق الحديد اكتشف في العراق ولذلك في التاريخ القديم في التاريخ القديم أقوى الدول التي حكمت المنطقة هي الدولة الآشورية وكانت أكثر الدول قتلا وفتكا ودولة قوية يعني بلغ عدد ملوك هذه الدولة أكثر من 130 ملك دولة قوية وواسعة ذبحت العراقيين ذبحا مريعا وذبحة الدول المجاورة ذبحا مريعا لأن الآشوريين هم الذين اكتشفوا الحديد والآشوريون هم الذين طوعوا الحديد وصنعوا الأسلحة والعربات من الحديد قبل الآشوريين يعني كان هناك وجود لشيء يشبه الحديد يعني هناك معادن داخل في تركيبها الحديد منها الصخور لكن الآشوريون هم الذين اكتشفوا الحديد وهم الذين صنعوا الأسلحة من الحديد وتمكنوا من استخراج كميات هائلة كبيرة من الحديد فصنعوا الأبواب من الحديد صنعوا آلات كثيرة في حياتهم من الحديد صنعوا العجلات من الحديد صنعوا العربات من الحديد صنعوا الملابس من الحديد صنعوا دخل الحديد في كل مكان فكانت دولة الآشورين دولة حديدية قضت على جميع الدول الصغيرة الموجودة في العراق وفتكت بالدول المجاورة وكان حكام الآشوريين يسمون بالحكام الحديديين وهم أيضا بعضهم قتل بعضا وقتلوا أولادهم قتلوا زوجاتهم ومذابح كثيرة في التاريخ الآشوري طبعا الدولة الآشورية كانت العاصمة الرئيسة لها هي نينوة يعني شمال العراق آثارها لا زالت موجودة قريبا من مدينة الموصل الموجودة الآن وأيضا هذه الدولة حكمت العراق بكامله وحكمت الشام ووصلت إلى مصر وحكمت إيران حكمت المنطقة بكاملها بقوة الحديد والنار بالذبح والقتل وهذه فترة زمنية طويلة هذه الحالة توارثتها الدول التي جاءت بعدها لأن الدول التي جاءت بعد الدولة الآشورية رأت أن الانتصار وأن الغلبة والعظم لها هو بالحديد وبالذبح واستمرت هذه القضية وهذه قضية تعريخية واستمر الآمر إلى زمان الأكاسرة واستمر الآمر في الزمان الأموي ولعل من أكثر الأزمنة التي ذبح فيها شيعة العراق هو الزمان الأموي خصوصا في زمان زياد بن أبي وفي زمان ابنه عبيد الله بن زياد هناك موسوعة موسوعة اسمها موسوعة العذاب مؤلفة من سبع مجلدات طبعا مؤلفها عراقي لا بد أن يكون عراقيا مؤلفها عبود الشالجي بذل جهدا كبيرا في إخراج هذه الموسوعة حينما تقرأ هذه الموسوعة موسوعة كبيرة من سبع مجلدات ذكر فيها أنواع التعذيب والقتل والجرائم والاستباحات الدموية تجد أن أبشع مصاديق القتل والتعذيب كانت في العراق خلال هذه الموسوعة الموسوعة ليس فقط عن العراق لكن حينما تتصفح الصفحات تقرأ هذه الموسوعة وأعتقد موجودة الآن في الأسواق هذه الموسوعة صدرت قبل عدة سنوات موسوعة العذاب لعبود الشالجي تجد حينما تتصفح الموسوعة تجد أن أقسى صور العذاب والتعذيب والقتل موجودة في العراق حتى حينما تقرأ التاريخ السياسي على سبيل المثال لا أريد هنا أن أتحدث عن تاريخ العراق لو كان الكلام عن تاريخ العراق أتحدث عن تفصيل القتل والجرائم لكن مثلا في الزمان العثماني الزمان العثماني لما نصب نجيب باشا واليا على العراق ماذا فعل في العراق جزر العراق جزرا واحدة من مجازره سنة 1842 مجزرة كربلاء ذبح في يوم واحد في يوم العيد في يوم عيد الأضحى أين ذبحهم؟ ذبحهم داخل صحن العباس عليه السلام وداخل الحرم وحتى مجموعة من الناس دخلت إلى السرداب هذا السرداب الذي يجري فيه النهر أخرجوا من السرداب الذي يجري فيه النار أكثر من ثلاثمائة جثة ثلاثين ألف ما يقرب من ثلاثين ألف شخص ذبحهم نجيب باشا في كربلاء يوم عيد الأضحى سنة 1842 الدماء والأشلاء في كل مكان الأرض أرض الضريح العباسي صبغت حمراء بحيث يعني الجثث بالآلاف لم يجد حتى وقتا ولا مكانا لدفنها وهذه الحادثة ليست يتيمة هذه الحادثة من جملة مئات من حوادث العثمانيين الذين فتكوا بالعراق الغريب الآن تجد في وسائل الإعلام في الفضائيات المخالفة لأهل البيت مدح للعثمانيين خصوصا بخصوص ما صاحب قضية هذا القافلة الحرية والحديث عن الدور التركي والدور العثماني هناك حديث غريب في الفضائيات المخالفة لأهل البيت المعادية لأهل البيت حديث عن الدور العثماني وأهمية الدور العثماني والدعوة إلى عودة الخلافة العثمانية لأي شيء كي يذبحون الذبح الذي قام به العثمانيون لشيعة العراق أكثر من الذبح العباسي هذه قصائد السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه هذه القصائد التي يستغيث فيها بالإمام الحجة عليه السلام هذه كلها استغاثة من العثمانيين وليس من الأمويين كما يتصور البعض أنا وجدت في بعض الدراسات يشرحون قصائد السيد حيدر الحلي الاستغاثات الموجودة وكأنه يستغيث من الأمويين أصلا هذه استغاثات من العثمانيين قصائد السيد حيدر الحلي لأن الجرائم التي ارتكبوها العثمانيون مع شيعة العراق لا تعد ولا تحصى أقائم أهل بيت الهدى الطاهري كم الصبر فتحش الصابري هذا الكلام عن مجازر العثمانيين حينما سيد حيدر يخاطب الإمام الحجة أقائم أهل بيت الهدى الطاهري كم الصبر فتحش الصابري إلى أن يقول عججنا إليك من الظالمين عجيج الجمال من الناحري ويتحدث عن العثمانيين ولا يتحدث عن الأمويين على أي حال الآن الكلام جيس عن هذا الموضوع ولكن أردت أن أغير دفة الحديث إلى جهة أخرى لألا أدخل المشاهد في دوامة الكلام الجدي والجدي فقط على أي حال أعود إلى كلامي فهذه النظرة من أن العراق أرض سفكت فيها الدماء ومن أن العراق أرض أشربت بالدماء وسيبقى على هذا الحال وبسبب هذا الوضع فإن العراق بحاجة إلى حكومة قوية بعبارة أخرى ديكتاتورية بدأ يطرح الآن الكثير يطرحونه بسبب الأوضاع الموجودة ولكن هذا الكلام ليس صحيحا نحن أيضا إذا أردنا أن ندرس تاريخ الشعوب الأخرى سنجد مثل هذه الأحداث موجودة في تاريخ الشعوب الأخرى وربما نجد أحداث ووقاع أكثر سوءا في التاريخ الأوروبي مثلا ربما نجد هناك أيضا موسوعة موسوعة التعذيب وهذه لباحث بريطاني فيها من الأقاصيص والأحداث أكثر مما في موسوعة العذاب العراقية لو أردت أن أجري مقارنة بين موسوعة التعذيب البريطانية التي كتبها أحد الباحثين البريطانيين ما جرى من تعذيب ومن قتل ومن سفك دماء في أوروبا بالقياس إلى موسوعة العذاب التي كتبها عبود الشالجي هناك صور ووقاع أكثر سوءا وأكثر قبحا من موسوعة عذابنا القضية كثرة القتل وكثرة الدماء في العراق لسببين أولا العراق هو من أقدم البلدان في العالم تاريخه طويل هذا واحد والشيء الثاني أنه في العراق نشأت حركات معارضة على طول التأريخ وخصوصا في الزمان الأموي وفي الزمان العباسي المعارضة الشيعية بسبب هذه المعارضة كان هناك الذبح وكان هناك القتل وهذا يستمر إلى يومنا هذا من قبل المخالفين لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهناك طبعا من يقول يفرع على هذا بأن الذي يجري على العراق هو استجابة لدعاء سيد الشهداء اللهم اجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا الدعاء الذي دعا به سيد الشهداء الدعاء الذي دعا به سيد الشهداء لا توجد دلالة في هذا الدعاء على أنه دعا به على أهل العراق فردا فردا كان الدعاء دعا به على الذين قاتلوه الذين قتلوا معه أيضا كانوا من العراق خيرة أصحابه كانوا من العراق فهل أن هذا الدعاء على عوائلهم هؤلاء الذين قتلوا معه عوائلهم كانت موجودة في الكوفة فهل كان هذا الدعاء على عوائل هؤلاء أيضا قطعا الدعاء واضح هو لم يقل على جميع أهل العراق وإنما دعا على أولئك الذين قتلوا أنصارا قتلوا أهل بيته وقتلوه صلوات الله وسلامه عليه دعا عليهم أنه أن يجعلهم الباري طرائق قددا وأن لا يرضي الولاة عنهم أبدا وفعلا هو هذا الذي جرى عليه كما قال لعمر بن سعد لما قال له في المفاوضات التي حدثت بين سيد الشهداء وبين عمر بن سعد وطلب منه أن يترك هذا الأمر وتحدث عمر بن سعد وبين بأنه لا يستطيع أن يترك هذا الأمر فالإمام قال له بأنك لن تشبع من بر العراق بعدي البر يعني الحنطة بأنك لن تشبع من بر العراق بعدي فقال له في الشعير كفاية عمر بن سعد قال له في الشعير كفاية وفعلا هو لم يشبع من البر بعد الحسين قتل قتله المختار قتلت الحسين قتلهم المختار على أي حال وهذه القضية هذه الصورة الصورة التي لما دخل عبد الملك ابن مروان دخل إلى قصر العمارة وقدموا بين يديه رأس مصعب ابن الزبير فكان هناك رجل جالس فقال يا سبحان الله قال مما سبحت قال لقد رأيت في هذا المكان عبيد الله ابن زياد وقد قدموا بين يديه رأس الحسين ثم رأيت في هذا المكان المختار الثقفي وقد قدموا بين يديه رأس عبيد الله ابن زياد وقد رأيت في هذا المكان مصعب ابن الزبير وقد قدموا بين يديه رأس المختار الثقفي والآن أنا أراك يا عبد الملك وقد قدموا بين يديك رأس مصعب ابن الزبع قال لا أراك الله الخامس هو الخامس هذا هو التأريخ السياسي وهذا يمكن أن نجده في كل مكان ليس في العراق فقط هذه القضية يمكن أن توجد في كل مكان لأن مصعب ابن الزبع مرده إلى دولة كانت في الحجاز قضية غير مرتبطة بالعراق فقط أخوه أيضا عبد الله ابن الزبع قتل هناك عبيد الله ابن زياد أيضا مرده إلى دولة في الشام والقضية يرتبط بعضها بالبعض الآخر وليس متعلقة فقط في التراب العراقي صحيح يمكن أن أقول بأن العراقيين أقيمت عليهم الحجج أكثر من غيرهم وإلا أنت الآن أنظر إلى عدد مقامات الأئمة مشاهد الأئمة في العراق أصل الأئمة موجود في العراق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عدد الأئمة عدد مشاهد الأئمة هو العدد الأكبر في العراق هذا دلالة على أن الحجج قد أقيمت عليهم بشكل مؤكد قطعا كلما تقام الحجج بشكل مؤكد يترتب على هذا ماذا؟ يترتب على هذا أن هذه الأمم هذه الشعوب إذا لم تذهب باتجاه الحجج المقام عليها فإن الله سيسلط عليها العذاب هذه قضية طبيعية وإن البلاء سينزل على هذه الأمم هذا جزء من قوانين وسنن إلهية لا علاقة لها بتراب أو بأرض معينة في كل مكان يمكن أن يكون كلما قامت الحجج وتأكدت الحجج كلما كان الحساب الإلهي بشكل آخر إن كان في العالم الدنيوي وإن كان هذا في العالم الأخروي هذا شبث ابن ربعي شبث ابن ربعي الذي كان قائدا للرجالة في جيش عمر بن سعد من خلال متابعتي في كتب التأريخ أقل رواية في عمره وجدتها في الكتب كان عمره 96 سنة أقل رواية وإلا روايات الأخرى تقول بأن عمره أكثر من ذلك لكن أقل رواية وجدتها من خلال متابعتي في الكتب إن عمره كان 96 سنة ومع ذلك خرج لقتال الحسين عليه السلام كان يعتبرون من فقهاء زمانه من محدثي زمانه شبث ابن ربعي شبث ابن ربعي في صبيحة يوم العاشر يلتفت إلى الذين من حوله فماذا يقول يقول لقد قاتلنا ما علي بن أبي طالب وابنه من بعده يعني الإمام الحسن آل أبي سفيان لقد قاتلنا ما علي بن أبي طالب وابنه من بعده يعني الإمام الحسن آل أبي سفيان ثم عدونا على ولده يعني الحسين وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وآل سمية الزانية سمية أم عبيد الله عبيد الله أمه سمية وعبيد الله بن زياد أمه مرجانة وزياد أمه سمية سمية تكون أما لزياد وجدة لعبيد الله بن زياد نقاتله مع آل معاوية وآل سمية الزانية ضلال يا لك من ضلال والله لا يوفق أهل هذا المصر لخير أبدا ولا يسددهم لرشد طبعا هنا يتحدث عن نفسه وعن أمثاله من الذين قامت عليهم الحجج يعني هؤلاء يعرفون القضية لما يقول هذا الكلام هذا كلام إنسان الصورة واضحة عنده الصورة بينه والحجج قائمة عليه ومثل هذا كثير في العراق وفي غير العراق أيضا لكن في العراق مثل هؤلاء كثيرون أيضا فحينئذ لا بد أن تقام الحجج وماذا يترتب على الحجج لا بد أن يأتي الحساب الإلهي والحساب الإلهي بحسب قوة الحجج المقامة على أي حال فإنما يجري في العراق ليس هو استجابة لدعاء سيد الشهداء دعاء سيد الشهداء في أولئك الذين قامت عليهم الحجج أما الذين نصروا سيد الشهداء إن كانت هذه النصرة في الزمان الأول أو في الزمان الأوسط أو في زماننا هذا فهؤلاء قطعا لا يشملهم هذا الدعاء الدعاء الذي دعا به سيد الشهداء هذا وغيره من الأدعية التي دعا بها في يوم عاشوراء القضية المشكلة ليست في النظرية الأولى ولا في هذا التفكير الثاني القضية كما قلت سابقا القضية في نفسي تكوين المجتمع العراقي المجتمع العراقي وعبر هذا التأريخ مجتمع مقسم شئنا أم أبينا فما زال هذا الوضع موجود ستبقى هذه المشاكل الموجودة أنا قلت في برنامج سابق بأن المشكلة ليس في الأحزاب العراقية الموجودة هذا لا يعني أن هذه الأحزاب ليست لديها مشاكل أو ليست فيها مشاكل المشكلة في التكوين العراقي التكوين العراقي هناك مجموعة تسمى بالأكراط هناك مجموعة تسمى بالشيعة هناك مجموعة تسمى بالسنة هناك ظلم وقع من السنة على الشيعة لا يريد البعض أن يقبل هذه الحقائق لا شأن لنا به هناك ظلم وقع من العرب على الأكراط هذا تأريخ العراق وهذه القضية موجودة هناك ظلم واضح وصريح وقع من العرب على الأكراط وهناك ظلم وقع من السنة على الشيعة فهناك جراح موجودة غير مندملة ولن تندمل الآن الأكراط وضعهم أحسن لأن انفصلوا أيضا الشيعة والسنة ما لم ينفصلوا لن تهدأ الأمور وسنبقى في هذه الدوامة وهذه الشعارات المطروحة شعارات غير حقيقية هذه شعارات الوحدة الوطنية شعارات غير حقيقية شعارات للاستهلاك المحلي للاستهلاك السياسي وإلا مشكلة العراق ستبقى الآن لا يعني أن الحكومة لن تتشكل ستتشكل الحكومة وستعود إلى نفس المشاكل مشاكل المحاصصة الطائفية والمشاكل التي وقعت فيها الحكومة السابقة لن تتغير الأمور المشكلة ليس في السياسيين ولا المشكلة في الأحزاب ولا المشكلة في برامج الأحزاب ولا المشكلة في الدستور كما يقولون المشكلة في التكوين العراقي ولكن لا يريد أحد أن يعترف بالحقيقة الحقيقة هي هذه وإلا الآن لو السنة يكون لهم كيانهم ضمن الدولة العراقية النظام الفدرالي والشيعة يكون لهم كيانهم والأكراد يكون لهم كيانهم ستكون الأمور بشكل آخر وبشكل أفضل قطعا أنا لا أقول هذا أن يتمزق العراق ولكن ضمن الكيان الواحد العراقي وضمن النظام الفدرالي الذي هو موجود في الدستور يعني هذا الكلام كلام دستوري 100% هذا الكلام ينطلق من نفس الدستور الذين كتبوا الدستور كتبوه في لحظة صدق صحيح يقال ويقال عن الدستور لكن الدستور كتب في لحظة صدق لأن كل مجموعة كانت تحاول أن تدافع عن حقها ومن هنا كتب في لحظة صدق كل مجموعة كانت تدافع عن حقوقها الشيعة كان يدافعون عن حقوقهم من كان من السنة موجودا كان يدافع عن حقه الأكراد يدافعون عن حقوقهم كل مجموعة دخلت في جدال وفي مفاوضات وفي صراع فكري حين كتبوا الدستور فكتب الدستور في لحظة صادقة لذلك اتفقوا على هذه القضية أما الآن تبدلت الأمور وتداخلت المصالح الشخصية والمصالح الحزبية والصراعات في وقت من الأوقات لما رفع المجلس الأعلى هذه المسألة وطرحها بقوة الأطراف الشيعية الأخرى رفضت هذه القضية لا لعدم إيمانها بهذه القضية لا لأنهم خافوا أن الجهة الفلانية العائلة الفلانية هي التي ستنفرد بحكم الإقليم الشيعي قضية هنا لم تكن القضية يعني عدم إيمان بأصل الفكرة وعلى حال هذه قضية مرت لكن المشكلة ستبقى هي المشكلة والحل هو أن يعملوا بالدستور الدستور يقول بالنظام الفدرالي لماذا كتبوا الدستور ولماذا كتبوا في الدستور بأن النظام في العراق نظام فدرالي فلماذا لا يعملون بالدستور فالحل موجود عندهم وهم الذين كتبوا هذا الدستور القضية ستبقى هكذا ما لم يطبق النظام الفدرالي في العراق وموضوع العراق موضوع طويل عريض ولا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك أحسنتم مولانا أحسن الله إليكم يا أبا زينب نعود إلى سؤال قد يكون شخصي من جانب ولكن له شمولية وعمومية من جانب آخر وهو سؤال من أحد الأخوة بعثه مضمون رسالته ومضمون سؤاله أنه يشكو من عداء وظلم وأذى من أهله وأقاربه نتيجة ولاءة لأهل بيت العصمة ولاءة لآل محمد وهو يطلب النصيحة والإرشاد هذه القضية موجودة في كل زمان وفي كل مكان هناك رواية عندنا الرواية تقول أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أحب الله قال فاستعد للبلاء لأن المؤمن مبتلى قال فاستعد للبلاء والروايات تقول إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه قال وأحبك يا رسول الله قال فاستعد للفقر وذلك في الروايات عندنا هذا المعنى موجود من أحبنا أهل البيت فليتخذ للفقر جلبابا والفقر ليس فقط الفقر المادي الفقر له معاني كثيرة قد يكون الفقر المادي مصداق من مصادق الفقر قال وأحب عليا قال فاستعد لعداوة الناس إني أحب الله قال صلى الله عليه وآله فاستعد للبلاء قال وأحبك يا رسول الله قال فاستعد للفقر قال وأحب عليا قال فاستعد لعداوة الناس هذه يعني قضية أنا لا أراها غريبة بل إذا رأيت غيرها فهو ذلك المستغرب لأننا هكذا عرفنا التأريخ وهكذا قرأنا النصوص عن المعصومين وهكذا جربنا الحياة يعني إذا أردنا أن ننظر إلى التأريخ فإن التأريخ يشهد في كل صورة من صوره بهذه المعاني وإذا أردنا أن نقرأ روايات المعصومين وهي تخبرنا عن مثل هذه المعاني فهي واضحة وصريحة وجلية في هذا المعنى وإذا أردنا أن نرجع إلى تجاربنا الشخصية وإلى حياتنا ومعاناتنا فهي دالة على ذلك حينما أقول معاناتنا لا أقصد معاناتك شخص وإنما معانات محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأنا من ضمنهم فالتأريخ وكلام المعصومين والتجارب كلها تنطق وتصرح بأن أحباب عليين يدور البلاء حولهم حيثما داروا وإن بلاءهم بعداء الناس كما قال صلى الله عليه وآله إن الناس يعادونهم وهذه القضية لها شواهد كثيرة نحن إذا أردنا أن نقلب التأريخ فالتأريخ مشحون بذلك ومع ذلك نحن ما واجهناه وما رأيناه لا يعد بشيء في تأريخ التشيع أمثلة كثيرة وواضحة واجهت ما واجهت في سبيلي علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه وقصته مفصلة أنا فقط ألتقط صورة من قصة حجر بن عدي لما أخرجه ابن زياد أخرجه عند الظلام لأن حجر كان له تأثير في الكوفة طبعا بعد ما ضرب وبعد ما عذب في سجن ابن زياد عفوا في سجن زياد ابن أبي ليس في سجن ابن زياد كان في أيام زياد ابن أبي بعد ما عذب في سجن زياد ابن أبي وقت الليل أخرجه وأخرج أصحابه وقد قيدوهم بالسلاسل حجر كان عنده ولد واحد وهذا الولد أيضا أخذ معه ولم يبقى في داره إلا بنت صغيرة فهذه البنت بقيت في بيتها في دارها في دار أبيها وكانت الأخبار تنتشر الأخبار مثل ما في زماننا هذا لا يخفى شيء كانت الأخبار تنتشر انتشر خبر أنه هذه الليلة سيخرج حجر وأصحاب حجر وابن حجر يبعث إلى معاوية كي يقتلهم هذه طفلة صغيرة تترقب وقت ليل ليل يعني ليل مظلم وقت الليل أخرجهم زياد ابن أبي وقد قيدهم بالسلاسل وهذه الطفلة تنتظر أن ترى أباها ولكن ما رأت لكن هي تعلم هذه الليلة يخرجون حجرا إلى الشام كي يقتل فلا هي بالتي تستطيع أن تذهب إلى السجن فترى أباها تودع أباها ولا هي بالتي تستطيع أن تخرج مثلا إلى الجادة العامة طريق القوافل حتى مثلا تنظر إلى أبيها ولو من بعيد فكانت تخاطب القمر ترفع أيها القمر المنير لعلك أن ترى حجرا يسير يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كما زعم الأمير ويصلبه على بابي دمشق وتأكل من محاسنه النسور ألا يا حجر حجر بني عدي تلقتك السلامة والسرور إلى آخر أبياتها بعد ذلك هذه الطفلة انتقلت إلى دار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى دار الإمام الحسين عاشت مع عائلة الإمام الحسين هناك أيضا من الأخبار ما يشير إلى أنها قد حضرت كربلاء كانت مع العائلة الحسينية في كربلاء ابنة حجر بن عدي فحجر لما أخذوه إلى الشام ووصل إلى مرج عذراء والقصة فيها تفصيل وكلام وأخذ ورد فيما بين حجر بن عدي وبين أتباع معاوية إلى أن قدموه إلى الذبح ماذا كانوا يطلبون منه يطلبون من البراءة من علي صلوات الله وسلامه عليه كل هذا جرى عليه بسبب حبه لسيد الأوصياء فلما قدموه للذبح طلب منهم أن يذبحوا ولده قبله لأي شيء قال كي لا يرى حرارة السيف وفزع الموت فيتبرأ من علي فقدموا ولده ذبحوه قبله بعد ذلك تقدموا حجر وذبحوه لما سقط رأسه على الأرض أصحاب حجر قبل أن يذبح حجر كان الوجوم بالنتيجة يقدمون إلى الموت الوجوم ملخف لكن بعد ما ذبح حجر أخذوا يتدافعون فهذا الأعور هذا الذي كان كان قد جرد سيفه هذا الجلات قال ما بالكم يا أصحاب أبي تراب تتسابقون إلى الموت فيشيرون بأيديهم إلى أي شيء إلى رأس حجر وقد نبعت عين صافية تحت رأس حجر شواهد التأريخ التشيع وتأريخ أصحاب الأئمة مليئة بمثل هذه الآلام وبمثل هذه الأحزان وبمثل هذه المواقف فأنا أقول لهذا الآخ هذه قضية طبيعية يعني نحن لا نستغرب من هذه القضية والإنسان المؤمن إذا ما واجه البلاء وخصوصا بلاء مثل هذا البلاء أنا أصيه بشيئين الشيء الأول أصيه بالصبر والصبر هو العلاج الناجع الذي وصفه لنا أهل البيت ولذلك الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد هذا الرأس إذا فصل عن الجسد سيتحول الجسد إلى جيفة أنا أصيه بالصبر هذا أولاً وثانياً أوصيه بمدارات أهله وأرحامه وأقربائه بهذين الأمرين وهذه ليست وصيتي هذه وصايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يوصون بها أشياعهم وهذه الوصايا وصلت إلينا أهل البيت يوصوننا دائماً بهذين الأمرين بالأمر الأول بالصبر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا هناك صبر وهناك ما هو أكثر من الصبر وهو المصابرة وهناك ما هو أكثر من المصابرة وهو المرابطة أنا لا أصيك إلا بالصبر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا صبروا المصابرة لمن؟ المصابرة لأعداء أهل البيت الصبر الصبر يكون مع الأهل مع الأرحام الصبر يكون مع نكبات الدنيا المصابرة مع أعداء أهل البيت والمرابطة الانتظار لإمام زماننا هكذا قالت كلمات أهل البيت الصبر مع الدنيا الصبر مع الطاعات والمصابرة مع أعداء أهل البيت لأن أعداء أهل البيت يحتاجون إلى ما هو أكثر من الصبر يحتاجون إلى مصابرة أن نصابر معهم والمرابطة قال المرابطة مع إمام زمانك أن تنتظر ظهور إمام زمانك يا الذين صبروا يا الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون لعلكم تتقون هناك صبر ومصابرة ومرابطة هذه هي التي تقودنا للتقوى وتقودنا للفلاح وتقودنا للنجاح وتقودنا للهدى أحسن الله إليكم يا أبا زين في آخر حلقات برنامج ندوة المودة تناولتم بعض الشيء الحديث عن العلامة الحلي وعلى كثرة ما يتردد اسم العلامة الحلي في مجالسنا وفي أحاديثنا إلا أننا نعرف عنه الشيء القليل مجموعة من الإخوة طلبوا شيئا من التفصيل عن العلامة الحلي العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه أنا أقتطف بعضا من الصور من حياة العلامة الحلي العلامة الحلي أولا اسمه الشيخ الحسن الشيخ حسن ابن يوسف والده اسمه يوسف ويلقب بالمطهر المطهر هو جده ولكن والد العلامة كان يعرف بالمطهر لذلك يقال عن العلامة الحلي ابن المطهر من هنا ابن تيمية ابن تيمية في كتبه حينما يتحدث عن العلامة يسميه بابن المنجس لأنه هو معروف بابن المطهر وقلت اسمه الحسن ابن يوسف ابن علي ابن المطهر العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه لكن أبوه الشيخ يوسف كان معروف بالمطهر فمعروف عن العلامة يسمى بابن المطهر ابن تيمية حينما يذكره يسميه بابن المنجس أنا ما عندي تعليق على هذه القضية فقط أقول وكل وعاء ينضح بالذي فيه يعني هذا المنجس هذا ينضح من وعائه هذا التسمية تنضح من نفس الوعاء من نفس وعاء ابن تيمية يعني وعاء ابن تيمية نضح علينا بما فيه على أي حال فالعلامة هو الشيخ الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي رضوان الله تعالى عليه وهو من علمائنا في القرن السابع الهجري وكانت وفاته في النصف الأول من القرن الثامن الهجري يعني على ما أتذكر على ما أتذكر أن وفاته كانت في سنة سبعمية واثنين وعشرين للهجرة كانت وفاة العلامة كان عمره عاش قريبا من ثمانين سنة أعتقد ثمانية وسبعين ثمانين سنة عاش العلامة الحلي وتوفي سنة سبعمية واثنين وعشرين للهجرة وكان يعيش في مدينة الحلة في ذلك الوقت كانت الحوزة العلمية لشيعة أهل البيت في مدينة الحلة العلامة الحلة نابغة من نوابغ التاريخ الشيعي من الطرائف الطرف الجميلة في حياة العلامة المتعارف الإنسان أقدم شيء يتذكره نحن الآن مثلا أقدم شيء نتذكره ربما في عمر أربع سنوات هذا الشيء المتعارف متعارف عند كل الناس يتذكرون تبدأ الذاكرة يعني صور الذاكرة عند الإنسان من عمر أربع سنوات هذا المعروف أقل من أربع سنوات نادرا ما يكون في عمر ثلاث سنوات مثلا العلامة الحلة لما سعلوه وهذه القضية معروفة منقولة في كتب التراجم لما قالوا له ما هو أقدم شيء تتذكره أقدم صورة قال أقدم شيء أتذكره كانت الدنيا من حول بيضاء مثقبة يعني حينما كان في المهد هذه الكلة يعني الكلة التي توضع على مهد الطفل بيضاء ومثقبة لأن تكون فيها ثقوب قال أقدم شيء أتذكره أنه كانت الدنيا من حولي بيضاء مثقبة يعني ذاكرة ليست حديدية أكثر من حديدية ذاكرة ثاقبة جدا بحيث يعني ذاكرته تصل إلى تلك الفترة ولذلك ليس غريبا حينما يقال بأنه بلغ إلى درجة الاجتهاد والفقاه وهو في سن العاشرة يعني النبوغ منذ البداية طبعا هو من عائلة علمية وخاله المحقق الحلي المحقق الأول خاله أيضا بلغ الاجتهاد في سن العاشرة وهو أستاذه أستاذ العلامة الحلي لكن ربما أيضا من الأسباب والدته منقول عن والدة العلامة أنها وهي أخت المحقق الحلي أنها وكانت عالمة أيضا كانت أيضا عالمة والدة العلامة الحلي أنها ما أرضعته مرة إلا على وضوء ولا مرة أرضعت هذه المرأة طفلها العلامة الحلي الذي صار بعد ذلك العلامة الحلي ما أرضعته إلا على وضوء ولذلك نشأ هذه النشأ طبعا هناك تفاصيل كثيرة أنا هنا لا أريد الحديث عن الجهد العلمي أو عن المؤلفات التي كتبها العلامة هذا أيضا يدخنها في بحث جدي ولا أريد الدخول في أبحاث جدية أشير إلى بعض الوقائع أو الأحداث من حياة العلامة رضوان الله تعالى عليه ربما من أوضح الأحداث أو من أوضح الأمور في تاريخ العلامة الحلي قضية السلطان محمد خدابنده السلطان المغولي الذي كان اسمه قبل أن يسلم اسمه أولجايتو خان كان اسمه أولجايتو خان وبعد ذلك أسلم أسلم على المذهب السني أسلم سنيا فسموه بمحمد خدابنده محمد اسمه ولقبوه خدابنده خدابنده كلمة فارسية تعني عبد الله خداء الله وبند عبد وخدابنده تعني عبد الله فسموه بمحمد بدلوا اسمه من أولجايتو خان إلى محمد خدابنده واجتمع حوله علماء المذهب الأربعة وكان ينفق عليهم الأموال الكثيرة وحول الشعارات والرموز من الشعارات المغولية القديمة إلى شعارات إسلامية وصار الحكم إسلاميا سنيا كانت له زوجة وكان يحبها حبا شديدا هذه القصة ينقلها الشيخ محمد تقي المجلسي رضوان الله تعالى عليه والد صاحب البحار وهو من أجلة علماء الطائفة والد صاحب البحار عنده كتاب في شرح الفقيه عنده كتاب الروضة في شرح كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه في هذا الكتاب ينقل هذه القصة عن العلام الحلي رضوان الله تعالى عليه فهذا السلطان محمد خدابنده كان يحب زوجته وفي أحد الأيام غضب منها طلقها فطلقها بالثلاث وفقا لمذهب المخالف لأهل البيت طلقها بالثلاث وهو يعلم بأن الطلاق بالثلاث سيكون طلاقا بائنا حسب ما هو يعرف قد عرفوه ولا بد من المحلل الذين يسمونه المجحش يعني لا بد من عملية التجهيش لا بد من المحلل فلم تقبل نفسه بذلك لم تقبل نفسه يعني أن يأتي شخص يتزوج زوجة السلطان وبعد ذلك هو يتزوجها قال لهم ابحثوا لي عن حل عندكم لا يوجد عندكم من يخالف هذا القول قالوا لا نحن كلنا متفقون يعني علماء البلاط كلنا متفقون على أنه لا بد من محلل قال هذا لا يكون ابحثوا لي عن طريقه فأحدهم قال قال هناك عالم من علماء الرافضة في العراق هو ابن المطهر هذا يقول بأن هذه الطلقة واحدة فالبقية احتجوا قالوا ما تقول أنت هؤلاء الروافض لا دين لهم لا عقل لهم وهذا الرجل الذي ذكرت هذا رجل خفيف العقل كما نعلم قال ابعثوا عليه قالوا لا يليق بالسلطان أن يأتي برجل خفيف العقل يدخله فيما بيننا قال الحل عنده نأتي به نكلمه فإن وجدنا كلامه صحيحا قبلنا بكلامه عملنا به هو لا يريد أن يأتي رجل يقترب من زوجته فبعثوا السلطان بعث وأرسل إلى أن يؤتى بالعلامة والعلامة جاء اتجه باتجاه إيران لأن عاصمة المغول كانت في إيران فاتجه باتجاه إيران عاصمة المغول بالضبط كانت في مدينة مراغة مدينة مراغة تقع في الجانب الشمالي الغربي من إيران في جهات تبريس جهة أذربيجان الشمالية من إيران فكانت العاصمة هناك فتحرك العلامة من الحلة باتجاه مدينة مراغة وعرف الأمر بعد ذلك لما وصل وحدد وقت معين يدخل فيه على السلطان وقد حضر جميع علماء المذاهب جميع المخالفين حضروا فلما دخل العلامة طبعا هم تعمدوا لم يتركوا له كرسيا يعني علماء المخالفين تنظيم الكراسي ليس بيد السلطان السلطان يأتي فيجلس على تخته هؤلاء اتفقوا مع الحرس أن لا يتركوا كرسيا للعلامة لأجل ماذا؟ لأجل أن يستهزئوا به هم قالوا للسلطان بأنه خفيف العقل فيريدون أن يروا ماذا يصنع فلما دخل العلامة وراء المجلس عرف أنه لا مكان له فيه ماذا صنع؟ نزعنا عليه وأطبقنا عليه وضعهما تحت أبطه ودخل جلس على نفس التخت الذي يجلس عليه السلطان وسلم قال سلام عليكم وجلس فقالوا يا سلطان أما قلنا لك بأن الرجل خفيف العقل دخل ولم يسلم بسلام الصلاطين وهو الإنحناء يعني الركوع أن يركع أو يقبل الأرض بين يدي السلطان أن يسجد على الأرض تعظيما للسلطان دخل ولم يسلم بسلام الصلاطين وزاحمك على كرسيك ثم جاء بن عليه ولم يدخل كما دخلنا ووضعنا عليه تحت أبطه قال سلوه هو لم يكن يعرف العربية وطلب من مترجمه أن يترجم له فقالوا له لما لم تسلم على السلطان بسلام الصلاطين قال أنتم تعرفون ونحن نعرف نحن متفقون على حرمة السجود لغير الله وأنتم تسجدون للسلطان ونحن وإياكم متفقون أن السجود لا يحل لغير الله وأنا سلمت عليه فرسول الله أشرف منه كان يسلم عليه هذا السلام ألا كان الصحابة يسلمون به على رسول الله فهل السلطان أشرف من رسول الله فسلمت عليه بما كان يسلم به على رسول الله قالوا إذن لماذا جئت بن عليك تحت أبطيك قالوا قد روي لنا بأن أبا حنيفة قد سرق نعلى رسول الله وخفت من الحنفية هنا أن يسرقوا نعلي فضحكوا وقالوا بأن أبا حنيفة قد ولد بعد رسول الله بأكثر من مئة سنة قال فإن لم يكن أبو حنيفة هو الذي سرق فإن الشافعي فقالت الشافعية فإن الشافعي قد ولد في يوم وفاة أبي حنيفة قال فمالك قالوا لا فإنه ولد بعد رسول الله فابن حنبل وهكذا قال أيها السلطان إذا كان هؤلاء قد ولدوا بعد رسول الله بمئة أو مئتين من السنين فإن جاءوا بهذه المذاهب أنا مذهبي جئت به من علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب سلهم من يكون سيخبرونك ودخلوا في نقاش هذا الأمر وقال له قال للسلطان أيها السلطان إن طلاقك باطل أصلا لم يقع ولا طلق واحدة فقالوا كيف قال إن الطلاق يشترط فيه الشهود وهو طلقها فيما بينه وبينها فأين الشهود هو طلقها في الغرفة فيما بينه وبينها فبين جهلهم أيضا حتى بهذه القضية مع أنهم يقولون بها يقولون باشتراط الشهود في الطلاق على أي حال فبسبب هذا الأمر السلطان محمد خدا بنده غير مذهبه إلى التشيع وغير دين الدولة إلى التشيع ولهذا السبب يكتبون الآن في كتبهم بأنه خرى بنده يعني بأنه عبد الخرى عن السلطان محمد خدا بنده في بعض الكتب أنا رأيت خرى بنده يعني عبد الخرى أو خربنده يعني عبد الحمار يعني كلمة خر في اللغة الفارسية تعني الحمار سمي بهذا الاسم في كتبهم بعد أن تشيع واهتدى واستبصر ثم طلب من العلام الحلي أن يرافقه العلام اعتذر قال أنا لا أستطيع أنا عندي طلب كثيرون ولا أستطيع أن أفارقهم وعندي كتب أريد أن أكملها فقال فإني سأصنع لك مدرسة سيارة فصنعوا له مدرسة سيارة كانت تحمل على أربعمائة بعير أينما سافر السلطان المغولي يأخذ معه العلامة وهذه المدرسة تسير معه تحمل على هذه الجمال الخيام والغراف والمحابر والكتب والطلبة أيضا يركبون أربعمائة بعير كانت المدرسة السيارة للعلامة الحلي التي كان يرافق فيها السلطان المغولي آنذاك وكان سفر السلطان المغولي في إيران وفي مناطق أخرى هو لنشر التشييع ولذلك كان العلامة الحلي له فضل كبير في نشر التشييع في مناطق واسعة من بلاد إيران أو المناطق أيضا الخاضعة للحكومة المغولية آنذاك هذه حادثة هناك حوادث كثيرة الحقيقة مهمة في حياة العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه لكن هناك قضية مشهورة معروفة هذه القضية المشهورة والقضية المعروفة أن ولده ولد العلامة الحلي أبو طالب والمعروف بفخر المحققين وهو أيضا ممن بلغ الإجتهاد والفقاهة وهو صغير السن ولده أبو طالب فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه ينقل كان قد حورب حورب من أبناء زمانه حربا شعواء وخرج من الحلة وذهب إلى مناطق أخرى وله قصة فيها تفصيل على أي حال فخر المحققين بعد وفاة أبي في ليلة من الليالي يرى في عالم المنام والده العلامة الحلة فيسأله ما الخبر يا أبو أين صرت هذه الكلمة المشهورة قالها لولده فخر المحققين قال يا ولدي لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين كتاب الألفين كتاب ألفه العلامة الحلة رضوان الله تعالى عليه ذكر فيه ألفي دليل ألف دليل لإثبات إثبات ولاية ووصاية وخلافة وإمامة أمير المؤمنين وألف دليل لأبطال خلافة أعدائه تسمى بكتاب الألفين في أثبات خلافتي وإمامتي أمير المؤمنين صلواته الله وسلامه عليه طبعا النسخة الكاملة في زماننا غير موجودة لأن الآن النسخة الموجودة وأنا تتبعت الحقيقة فيما مضى من الزمن في مكتبات المخطوطات في خزائن المخطوطات ما عثرت على النسخة الكاملة الموجودة الآن يعني النسخة المطبوعة الموجودة فيها ما يقرب من ألف ومئتين دليل ما يقرب أقل من ألف ومئتين دليل من الأدلة طبعا هذه الأدلة ليست أدلة قائمة برأسها للعلم هذه أدلة يتفرع بعضها على البعض الآخر لكنه وضعها في رؤوس أقلام وفي نقاط فجعل هناك ألف دليل لإثبات إمامة أمير المؤمنين وألف دليل لأبطال إمامة وخلافة مناوئيه وأعدائه صلوات الله وسلامه عليه الكلمة واضحة يعني إن النجاة في دائرة علي وآل علي لو لا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت ظهر أبيك الفتاوى نصفين والحديث عن الفتاوى هنا قصة منقولة عن العلامة حادثة جميلة منقولة عن العلامة الحل في أحد زياراته كان يخرج في أحد زياراته أيام الأربعين كان يخرج هو وطلابه وأتباعه هو وحاشيته يخرج من الحل إلى كربلاء لزيارة السيد الشهداء الكلام هنا ولولا زيارة الحسين والكلام عن فتاوى وهذه القصة تناسب هذا المعنى تناسب زيارة الحسين وتناسب الفتوى فكان في أحد المرات خرج هو وحاشيته من الحلة باتجاه كربلاء لزيارة الأربعين في الطريق أراد أن ينفرد بنفسه فانفرد عن جماعته ذهب بعيدا عنهم وكان على الناقة كان يركب الناقة فذهب بعيدا عنهم وهو يطيل الفكر ببعض المسائل هناك أسئلة كان يطيل النظر فيها يريد أن يجيب عليها يطيل النظر وهو على ناقته صادفه رجل ثيابه ثياب أهل البادية وكان ملثما فسلم عليه سلم على العلامة وسلم على العلامة باسمه من دون تعظيم يعني سلم عليه مثلا السلام عليك مثلا يا حسن أو يا شيخ حسن من دون تعظيم من دون التعظيم الذي يظهره عامة الناس للعلامة باعتبار هو زعيم الأم كان زعيم الطائفة مرجع الطائفة في زمانه من دون تعظيم العلامة قال هذا رجل بدوي أعرابي يعني من خلال ملابسه وفي الصحراء رجل أعرابي فلا يحسن التصرف لكن بدأ يتكلم هذا الرجل اللهجة لهجة غير بدوية اللهجة التي يتكلم بها لهجة فصيحة وبليغة على أتم وجه لم يلتفت كثيرا العلامة إلى هذا الأمر بعد ذلك تذكر بعد ما انتهت الحادثة بدأ الرجل يسأل العلامة أسئلة هذا الرجل لا تتناسب مع رجل ملثم يلبس لباس البدو في الصحراء مع رجل أعرابي أسئلة دقيقة ثم بدأ يناقش العلامة في بعض الأمور في بعض الإجابات إلى أن وصل الكلام سأل عن قضية فأجاب العلامة قال إن فتواك هذه ليست صحيحة العلامة ذهل من هو هذا الذي يتجرأ فيرد على فتوى العلامة قال والدليل موجود في الكتاب الفلاني موجود في الرف الفلاني في مكتبتك هذا الكتاب أنت ما راجعته لو كنت راجعت هذا الكتاب لعثرت على الدليل وأفتيت بخلاف ما أفتيت به العلامة هنا وقع في حيرة من أمره من هو هذا الرجل الذي يتكلم بهذا اللسان الطلق في وسط الصحراء والذي محترمه حين سلم عليه وسلم عليه سلاما عاديا ليس كما يسلم عامة الناس ومن هو هذا الرجل الذي يناقش العلامة ثم ما أدرى هذا الرجل بهذا الكتاب في الرف الفلاني في المكتب الفلاني طبعا العلامة لا يملك دليلا على صحة الكلام لابد أن يرجع إلى المكتب لكن كل هذا أوقع العلامة في حيرة خطر في بال العلامة قال أسأله أسأله سؤال من خلال الجواب تتضح لي الحقيقة قال أسأله هل يمكن رؤية صاحب الأمر في هذه الأعصار وأين هو الآن فسأل قال يا أخي العرب هل يمكن رؤية صاحب الأمر في هذا الوقت وأين هو الآن وفي هذه الأثناء العلامة العلامة في حيرة سقط الصوت من يده إلى الأرض الصوت الذي كان يعني يضرب به الدابة يضرب به الناقة سقط الصوت من يده هذا الرجل نزل إلى الأرض ورفع الصوت من الأرض وقدمه للعلامة قال وكيف لا وهو الذي يناولك الصوت العلامة أغمي عليه سقط من على ظهر الناقة بعد ذلك لما جاء أتباعه طلاب حاشية ورش عليه الماء وانتبه ما وجد شيئا كيف لا وهو الذي يناولك الصوت طبعا هناك أكثر من حادثة في هذا المضمون في علاقة العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عنه هناك أكثر من حادثة لكن الوقت لا يكفي إن شاء الله في وقت آخر نتحدث عن العلامة الحلي بودي حقيقة أن أتحدث عن تأريخ علمائنا تأريخ فقهائنا تأريخ مراجعنا لأن الكثير من هذه المعلومات خصوصا الشباب الآن الأجيال الجديدة ربما لا يعرفون عنها الشيء الكثير ربما الكثير من المعلومات لا يعرف المشاهدون والمشاهدات من هذه المعلومات لكن حقيقة أين هو الوقت؟ لا نجد وقتا للحديث في كل هذه التفاصيل أحسنتم وذلك أحسنتم وذلك أحسنتم وذلك أحسنتم وذلك أزحمنا البرنامج وقتها بالأسئلة ولكنه تحدث عن الشباب والجيل الجديد وهناك طلب وليس سؤال من الجيل الجديد وهم مجموعة من الشباب طلبوا نصيحة مباشرة وخاصة من سماحة الشيخ فبماذا تنصح مساوحتك؟ الحقيقة يعني الزمان هذا يعني زمان صعب وخصوصا لأبنائنا وبناتنا من الشباب وبالأخص لبلدان كالبلدان التي نعيش فيها هنا في المهجر أنا أوصي أبنائي وبناتي من محبي أهل البيت ماذا أسميها؟ نصيحة أسميها وصية أسميها إرشات والشاعر يقول ولقد هذا البيت من بائية صالح بن عبد القدوس على ما أتذكر من شعراء العصر العباسي ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى ما يباع ويوهب أنصحهم بجملة من الأمور أقول ونحن في هذا الزمن ونحن في هذه البلاد أو في أي بلاد أخرى أنتم يا شباب شعة أهل البيت من الشباب ومن الشابات أنتم بحاجة أولا إلى تخطيط برنامج حياتكم بحاجة إلى مخطط إذا أردتم النجاح أنتم بحاجة إلى أن تخططوا لحياتكم ولا أريد أن أكون مثاليا فأقول تخطيط في غاية الدقة فهذا كلام مثالي على الأقل أن تعرفوا ما هو الهدف الذي تسعون إليه حددوا هدفكم في الحياة حددوا أكثر من هدف فإذا لم تتمكنوا من الوصول إلى الهدف الأول فإلى الهدف الثاني إذا أردتم النجاح في الحياة عليكم بالتخطيط خططوا لحياتكم ولو بشكل إجمالي وإذا لا تملكون القدرة على التخطيط استعينوا بالآخرين ممن ينصحونكم ممن يبكونكم لا ممن يضحكونكم لأما هكذا يقولون يقولون اتبع من يبكيك ولا تتبع من يضحكك هذه كلمة الأئمة البعض يتصور أنها مثل هذا حديث هذا حديث مروي عن رسول الله ومروي عن أمير المؤمنين ومروي عن الإمام الصادق هذا الحديث مروي عن النبي والأئمة أنك اتبع وأطع من يبكيك أو يبكيك ولا تتبع ولا تطع من يضحكك أو يضحكك سلوا الذين عندهم الحرص عليكم أن يخططوا لكم حياتكم حددوا الهدف حددوا الوسائل التي تصلون بها إلى أهدافكم وقطعا لا بد أن يكون ضمن هذا التخطيط أن تكون هذه الأهداف تسير باتجاه الهدف الأخروي الهدف الأخروي هو خدمة أهل البيت حددوا أهدافكم في الحياة حددوا اختصاصاتكم حددوا دراساتكم أعمالكم مواهبكم إذا عندكم مواهب تنمية هذه المواهب حددوها بأي اتجاه باتجاه خدمة أهل البيت أي نوع كان هذه المواهب مواهب فنية مواهب أدبية مواهب علمية في الرياضة في التجارة في أي حرفة من الحرف في أي عمل من أعمال الحياة في أي مهنة من المهن نحن لا نطالب الشباب أن يكونوا كلهم أساتذة جامعات ولا نطالب الشباب أن يكونوا كلهم فلاسفة ومؤلفين وكتاب ومفكرين وإنما كل واحد بحسبه وبحسب الإمكانات المتوفرة لذلك أنا قلت نحن بحاجة إلى تخطيط أنتم بحاجة إلى تخطيط بحاجة إلى تخطيط المخطط الناجح الذي يدرس الظروف والملابسات المحيطة بحياة الإنسان بحياته ويعرف مدى الإمكانيات المتوفرة ومدى ما عنده من الطاقات وفقاً للإمكانيات المتوفرة ووفقاً للطاقات يكون التخطيط وإلا لا يعني حينما نقول نخطط أن نفرض لأنفسنا أهدافاً مثالية لا يمكن أن نصل إليها هذا لا يسمى تخطيط هذا يسمى تخبط وحمق التخطيط أن يكون وفقاً للإمكانيات المتوفرة لديكم ما هي الإمكانيات المتوفرة لديكم لا أن تجعل لكم أهدافاً مثالية أو أهدافاً خيالية لا يمكن أن تصلوا إليها ذلك حمق ولا يقال له تخطيط التخطيط حكمة حينما أقول لا بد أن تخططوا لحياتكم يعني أنكم تستعملون الإسلوب الحكيم في العمل تستعملون الإسلوب الحكيم في التعامل مع الحياة التخطيط حكمة أما أن نضع أهدافاً عالية وبعيدة ومثالية وخيالية فذلك تخبط وذلك حمق فأنا أقول عليكم بتخطيط حياتكم ضعوا لكم أهداف أهداف بعيدة أهداف قريبة أهداف أولية وأهداف ثانوية وابحثوا عن الوسائل الموصلة إلى هذه الأهداف ولتكن هذه الأهداف تصب في الهدف الأكبر وهو خدمة إمام زمانكم وهو خدمة محمد وآل محمد وخدمتهم هي إحياء أمرهم وإحياء أمرهم يمكن أن يتم عن أي طريق إحياء أمر أهل البيت ليس فقط عن طريق المسجد أو عن طريق الحسينية أو عن طريق المنبر الحسيني أو عن طريق العمامة أو عن طريق سجادة الصلاة إحياء أمر أهل البيت يمكن أن يتم من أي وسيلة ومن أي حرفة ومن أي مهنة ومن أي موهبة ومن أي قابلية تملكونها لننتفع من كل طاقاتكم لينتفع شبابنا من كل طاقاتهم من كل مواهبهم في خدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل ما نحن بحاجة إلى خطيب يصعد المنبر الحسيني وإلى رادود يرث الحسين صلوات الله وسلامه عليه نحن بحاجة إلى كل صنف من أصناف الحياة إلى كل مهنة من مهن الحياة إلى كل تخصص من هذه التخصصات العلمية كل ما فيه خبرة وكل ما فيه فائدة ومنفعة وعلم ومعرفة وثقافة وما فيه من تعلم لمهنة ولحرفة ولأي عمل من الأعمال وهذا نحن نحتاجه أهل البيت يحتاجونه وشيعة أهل البيت يحتاجونه في مجتمعاتهم في دولهم في شعوبهم في حياتهم اليومية ولخدمة أهل البيت وهو إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عليكم بالتخطيط التخطيط المنطقي المضبوط ضمن الإمكانات والطاقات المتوفرة لديكم لا أن تسرحوا في عالم الخيال وفي عالم المثال ضمن الواقع خططوا لحياتكم هذا الأمر الأول وقطعا الذي يخطط لا بد أن يكون ملتزما بهذا التخطيط يعني أن تكون حياته منظمة منظمة لا بالشكل المثالي وإنما بالجملة أن يكون هناك نظام في حياته تكون حياة منظمة أن يكون في وقته شيء من التنظيم لا أقول أن ينظم وقته على الثانية والدقيقة وإنما أن ينظم وقته بشكل معقول أن ينظم حياته بشكل معقول وأن لا يسرف كثيرا في وسائل الإمتاع والترفي لا أقول أن يمتنع عن وسائل الإمتاع والترفي أن يترفه أن يمتع نفسه أن يمارس ما يمارسه من الأمور ومن الوسائل ومن الأشياء التي تدخل الترفيه أو المتع على نفسه لكن لا يذهب بعيدا في هذا الأمر فإنه إذا ذهب بعيدا في هذا الأمر تحولت الحياة إلى تفاهة هناك الكثير من الشباب الآن يذهبون في هذا الطريق يريدون أن يجعلوا من الحياة متعة ورفاهية ومؤانسة هنا تتحول الحياة إلى تفاهة لا معنى لها الحياة تحتاج إلى تخطيط وتحتاج إلى شيء من الجد وتحتاج إلى تنظيم الوقت شيء من التنظيم لا أقول تنظيم دقيق لأنني إذا قلت تنظيما دقيقا سيكون كلامي ليس واقعيا نحتاج إلى تخطيط أيضا منطقي معقول تخطيط مجمل عام ونحتاج إلى تنظيم أيضا مجمل عام لا تنظيم في كل شيء ونحتاج إلى هذا التخطيط وهذا التنظيم هو بشكل أوتوماتيكي سيؤدي إلى أن دائرة الترفيه والمؤانسة والإمتاع ستكون محدودة أما أن يقلب الشاب حياته إلى مسألة إمتاع ومؤانسة ورفاهية فقط ونسى الحياة تكون تافهة ومن تكون حياته تافهة هو أيضا تافه نتيجة طبيعية من تتحول حياته إلى تفاهة هو أيضا سيكون تافهة قطعا من الأمور المهمة أن الإنسان كيف يستعين على هذه الأمور الاستعانة هو بالصحبة الصالحة الأصحاب هم الذين يعينونك الأصحاب يعينونك أكثر من عائلتك الشاب بطبيعته والشابة بطبيعتها تتأثر بمن حولها من نظيراتها من مثيلاتها والشاب أيضا فاختيارك للصاحب والصديق والمجموعة الجو له تأثير كبير على تغيير سلوك الإنسان حينما يعيش الإنسان مع مجموعة همها وغمها في الأكل والشرب والزعيق والنعيق والضحك من الشيء الذي يضحك ومن الشيء الذي لا يضحك سيكون مثلهم شيء طبيعي هذا عن المقارن عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه يعني إذا أردت أن تسأل لا تسأل عن الرجل عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا أردت أن تسأل وتعرف الحقيقة لا تسأل عن نفس الرجل كما يقول الشاعر اسأل عن الجو الذي يعيش فيه عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي حينما يكون الشاب مع مجموعة تافهة ما عندها إلا الضحك والأكل والشرب والاستهزاء والسخرية والكلمات النابية والبحث يعني في مجلات معروفة والبحث في قنوات معروفة وعلاقات معروفة لا أريد الدخول في هذه التفاصيل سيكون حاله كحال هؤلاء وهذا الشيء طبيعي الإنسان حينما يعني يجلس يدخل في حوض مليء بماء آسن ستكون رائحته كريهة حينما يكون في ماء الورد ستكون رائحته طيبة هذه مسألة يعني طبيعية ومسألة واضحة جدا فالمقارن الصديق والصحبة والجو الجو أكثر من الصديق الجو المكان الذي أنت تذهب إليه الإنسان حينما يذهب إلى مكان الحديث فيه دائما عن السياسة سيكون حديثه دائما عن السياسة وحينما يذهب إلى مكان الحديث دائما فيه عن أهل البيت سيكون الحديث عن أهل البيت وحينما يذهب إلى مكان الحديث فيه عن البزنس والتجارة والأموال والسيارات والموديلات سيكون حديثه دائما عن هذه الأمور وحينما يسير في الشارع ما من سيارة تمر إلا ويعرف ماركتها ويعرف اسم السيارة موديل السيارة والسنة التي خرجت في هذه السيارة من المعمل وهكذا وهذه شيء طبيعي أنا لا أريد أن أقول بأن الشباب أن يتركوا كل هذه الأمور أقول فلينظم الشباب حياتهم قطعا لا أريد أن أفرض على الشاب حياتا أنا أحياها وأنا في سن جاوزت سن الكهولة لا أريد أن أفرض على الشاب حياتا من هذا النوع لكل جيل ولكل مجموعة من البشر ولكل قرن لهم فكرهم وحياتهم وظروفهم التي عاشوا فيها فأنا أقول عليكم بالتخطيط المعقول والتنظيم المعقول وأيضا الرفاهية والمتعة المعقولة بالشكل المعقول وليكن الهدف الأسمى هو خدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا لا يعني حين أقول الهدف الأسمى خدمة أهل البيت يعني أنك تبقى من الصباح إلى الليل جالسا في حسينية أو جالسا في مسجد أو من الصباح إلى الليل تمسك بمفاتيح الجنان تقرأ الزيارات والأدعية أنا لا أقول هذا أقول إننا يمكن أن نوظف كل شيء في الحياة لخدمة أهل البيت كل شيء في الحياة يمكن أن يوظف يمكن أن نوظف الفنون والآداب والمواهب والخبرة العلمية والخبرة السياسية والخبرة الاقتصادية وكل شيء في هذه الحياة يمكن أن نوظفه حتى خبرة الطابق يمكن أن توظف لخدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أي خبرة من خبرة الحياة يمكن أن توظف لخدمتهم أنا هذه الصورة الصورة الواقعية التي أراها تكون سببا لمنفعة شبابنا والكلمة الأخيرة التي أقولها لأبناء وبناتي من محبي أهل البيت أنا أقول لهم أنتم حينما تفكرون خصوصا شباب مثلا طلاب في الجامعات أو في هذا المستوى الجامعي أو أكثر بقليل أو أقل بقليل أنتم الشباب الذين أخاطبكم وأنتم الذين سألتم في الغالب يعني لا تملكون قدرة مالية حينما تريدون أن تخططوا لسفر وقت الصيف أو في أي وقت آخر تبحثون في الإنترنت عن البطاقة المناسبة متى تحجزون تبحثون عن الوقت المناسب تبحثون عن المكان الجيد في الطائرة رقم الكرسي تدخلون في الإنترنت في مواقع الحجز وتبحثون عن هذه التفصيلات وربما تقضون ليالي طويلة وتتصلون بشركات وتتصلون فيما بينكم بأجهزة الموبايل وهذا الشخص يخبر ذلك الشخص الموقع الفلاني أفضل والشركة الفلانية أفضل وحينما تحصلون الحجز تحاولون أن تقوموا بعملية تؤكدون الحجز أنا أقول أنتم أيضا لا تتركون هذا الأمر لكن في نفس الوقت ابحثوا عن حجز في سفينة آل محمد أليس هم سفينة النجاة؟ ابحثوا عن حجز من الآن الذي ينجح في هذه الحياة هو الذي يحجز مقعدا في سفينة آل محمد وهذه السفينة المقاعد فيها أيضا درجة أولى وبزنز ودرجة اقتصادية والخانة الأخيرة تعرفونها ما هو اسمها الخانة العراقية الأخيرة تعرفون ما هو الاسم الذي يطلق في العراق على الخانة الأخيرة هذه السفينة فيها خانات من الخانة الأخيرة إلى الدرجة الأولى وإلى الحجز حجز ملوكي أيضا موجود في هذه السفينة موجود في هذه السفينة حجز ملوكي موجود عجل حخاصة موجود درجة أولى أنتم حاولوا أن تحصلوا حجزا في هذه السفينة أليس هم سفينة النجاة؟ من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وإذا حصلتم حجز في هذه السفينة فالصقوا أنفسكم بالمقاعد في السفن عادة الذين يركبون في السفن يذهبون يجولون في أماكن مختلفة في داخل السفينة إما يريدون أن يطلوا على البحر أو يذهبوا إلى مثلاً مسبح أو إلى مكان للطعام في داخل السفينة من سافر منكم في السفن يعرفون هذه الأمور أنتم إذا حصلتم مقاعد ألصقوا أنفسكم بهذا المقاعد لألا يضيع فإن المقاعد في سفن آل محمد تضيع والذي يضيعها هو الإنسان أنا أقول هذا لنفسي وليس لكم فقط أقول هذا لنفسي ولكم أنتم معاشر الشباب وللكبار والصغار لنبحث عن حجز ونؤكد هذا الحجز نقوم بعملية كونفرم حجز نؤكد الحجز في سفينة آل محمد إذا أكدنا الحجز في سفينة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإننا سنكون متأكدين من أن السفينة ستصل إلى الغاية وبأمان لأن هذه سفينة مضمونة هذه السفينة فيها قارنتي من يحصل على حجز في هذه السفينة ويعطى البطاقة ويحصل على مقعد في هذه السفينة فهناك قارنتي هناك ضمان بسلامة الوصول وبسلامة الطريق وضمان بالنجاة لأن هذه السفينة اسمها سفينة النجاة وسفينة النجاة ماذا يقال عنها في لغة العرب يقال عنها الناجية سفينة النجاة في لغة العرب يقال عنها الناجية الناجية هذه الكلمة لمن يستعملها العرب في لغتهم هذه يستعملونها للسفينة ويستعملونها للفرس أيضا وحتى للناقة الفرس السريعة التي لا يدركها الأعداء الفرس الأصيلة العربية الأصيلة وهي السريعة التي لا يدركها الأعداء تسمى بالناجية والفرس العربية لها مواصفات ما موجودة في كل الخيول لو وقع الفارس منها تحمله لها خصائص فالفرس الناجية هي الفرس السريعة والأمينة والسفينة الناجية أيضا هي السفينة السريعة والسفينة الأمينة هذه سفينة آل محمد سفينة ملؤها الراحة أليس الآن الدعايات والإعلانات إن كان على الفضائيات على التلفزيون أو إن كان على الإنترنت الدعايات والإعلانات عن السفريات ألا يخبرون أنه هذه السفينة مريحة هذه السفينة كراسيها واسعة متحركة هذه الطائرة مجهزة بأجهزة اللابتوب مجهزة بأجهزة التلفون مجهزة بالإنترنت ألا يقولون هكذا؟ أنا الآن أيضا أقوم بهذا الإعلان عجلوا إلى سفينة آل محمد سفينة آل محمد سفينة الأمان سفينة الضمان وقد قال صادق العترة عليه السلام كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع وكلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع فأسرع لأن تأخذ حجزك في سفينة الحسين صلوات الله وسلام عليه وأسألكم الدعاء جميعا أحسنتم أولاي أحسنتم أولاي جزاكم الله خير الجزاء هذا ما يسمح بوقت البرنامج الأسئلة كثيرة نعتذر عن التي لم يأتيها الدور إن شاء الله في طوايا حلقات المستقبل نتناول تلك الأسئلة مثل ما أشرت في بداية البرنامج الموقع الإلكتروني للقناة إن شاء الله سيفتح قريبا وتستطيعون أن ترسلوا باستفساراتكم وأسئلتكم التي نحاول إن شاء الله أن نجيب عليها تباعا في حلقات برنامج يسألون والمودة تجيب أطلب في ختام الحلقة من أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه مقعدا لي ولإخواني لا باستحقاقنا لا والله بل بكرمهم وعلى قدر أعطائهم صلوات الله وسلامه عليهم نستودع ترجمة نانسي قنقر